بسم الله الرحمن الرحيم من تجميع الأستاذ الفاضل عوفي العوفي جزاه الله خيرا إذن معكم خميس الغافري وشرف هذا الاختبار وسنبدأ بلسنينج 1 لسنينج 1 You are going to hear 5 short texts about types of transport Match the pictures with the texts For each text, shade in the bubble under the correct option Now, listen for the first time and complete the task طبعا يا أبنائي تأتيكم 6 صور كما تلاحظون صورة واحدة إضافية لكل صورة هناك رمز هذا الرمز يساعدك أن تحدد الصورة تمام إذن المعلم سيقرأ for example number 1 وعليك أن تحدد الصورة وتظلل أسفل الرمز الذي يناسب الصورة التي تتناسب مع الحديث عن ذلك الرقم كما سنرى الآن إذن استمعوا الآن وحددوا بعض الكلمات المعينة إذن استمعت إلى بعض المعلومات المهمة وليس كلها It travels in the air أول شيء إنها تطير أو تسافر في القو It is fast وهي سريعة And it carries more than a hundred passingers تحمل أكثر من مئة شخص إذن لا يوجد شيء إلا البلين إذن الطالب يحدد رمز الصورة وهو A ويذهب إلى number 1 لاحظه ويمشي حتى يجد الرمز A ده يخطئ الطالب يحاول أن يركز يضع صبع على الرقم الآن نستمع إلى number 2 ونرى عن أي صورة يتحدث الشخص 2 2. It travels by sea People who live on islands use it to move from place to another Also, it is used for fishing إذن هي تسافر في البحر It is used for fishing وتستخدم كذلك أحيانا للصيد إذن لا يوجد شيء هنا يسير في البحر إلا هذه إذن هذه the ship فيحدد الرمز وهو D ويذهب إلى number 2 ويظلل أسفل الرمز D لا يخطئ الطالب يظلل أسفل الرمز الصحيح الآن يستمع الطالب إلى number 3 يتحدث عن وسيلة أخرى من وسائل المواصلات 3. It is big and takes many students to school Many students prefer to go to school by it instead of by car It is big and it takes many students to school إذن لا يوجد شيء أخذ الطلاب إلى المدرسة إلا أكيد يقصد the bus إذن الحافلة إذن رمز وسيلة المواصلات هو E يذهب الطالب إلى number 3 ويظلل أسفل E ها هو E يظلل هنا أسفل الرمز أو رمز الصورة يستمع الآن الطالب إلى 4 4. It has two wheels It carries one passenger The passenger moves his legs to make it work إذن سمعته So it has two wheels أول مساعدة أن فيها فقط عجلتين تمام And it carries one bussinger وتحمل فقط راكب واحد The bussinger moves his legs to make it work إذن ليركب على هذه الوسيلة المواصلات يحرك رجليه لكي تعمل هذه الوسيلة إذن لا يوجد شيء إلا الدراجة The bike إذن The bike تمام إذن رمز الصورة B فيذهب إلى number 4 ويبحث عن B ها هو B كما نلاحظ رمز الصورة يتأكل أنه B الآن دعونا نستمع إلى number 4 Number 5 أي وسيلة يقصد من هذه الوسائل الست Five People use this type of transport in Thailand It is like a motorcycle taxi With three wheels And a cabin for passengers إذن People use it in Thailand ويودا في Thailand تشتر في تانك It has three wheels بها ثلاثة عجلات تمام أيضا It has a cabin for bussingers إذن معنا ذلك أكيد هذا التوك توك إذن رمز الصورة هو C فيذهب إلى number 5 ويبحث عن C ها هو C لأعطه إذن يظلل هنا تمام إذن هذا بالنسبة للسنينج One سنأخذ مثال آخر لزيادة الفهم Escippers You are going to hear five short texts about beach activities Match the pictures with the texts For each text shade in the bubble under the correct option Now Listen for the first time and complete the task 1. I enjoy playing with sand with my sisters we like making beautiful forts and castles إذن سمعني يا ابنائي I like playing or I enjoy playing with my sister معنى ذلك أن هنا شخصين في الصورة إذن playing I like making beautiful forts and castles إذن نحب أن نصنع قلاع وحصون بالرمل طبعا إذن لا يوجد شيء إلا هذا الصورة اللي فيها الأخ وأخته أو الأخوات مع بعض إذن رمز الصورة C يذهب طالب إلى number 1 ويضم للأسفل رمز الصورة وهو C الآن يستمع إلى number 2 2. Every Saturday afternoon I gather with my friends to play football on the beach near our houses I gather with my friends أتجمع مع أصدقائي to play football إذن اللي بيساعد يكون كلمة football تمام وأيضا on the beach وعلى الشاطئ إذن ها هي الفوتبول كرة القدم وهو الشاطئ واضح البحر إذن أكيد هذه هي الصورة فيذهب الطالب إلى number 2 ويضلل أسفل رمز الصورة وهو F هنا يضلل أسفل F تمام دعونا نستمع إلى number 3 3. Diving is my best hobby I enjoy doing it during my holidays I love being underwater with the sea animals إذن Diving أرغوث Diving is my best hobby I like being underwater with sea animals إذن هذا هو تحت المان لاحظوا هذا Diving إذن ها هو رمز الصورة واضح إذن A إذن number 3 يضلل أسفل A واضح دعونا بسللل أسفل إلى number 4 4 My grandparents like to do sport to keep fit One of their favorite sports is riding their bikes on the beach riding riding their bikes on the beach إذن when he swore if he had a bike وهذا the beach موجود هذه الصورة وهذا riding his bike المت bike أصلا تساعدك على معرفة الصورة إذن D إذن لازم كلمة ساعدك على معرفة الصورة إذن 4 يمشي حتى يجد D ويضلل أسفل D دعونا الآن let's listen to 5 5 I like fishing I go fishing twice a week I become happy when I catch big fish إذن fishing ما شهي ويت fishing غير هاد صغير I become happy when I catch a big fish إذن ها هي الصورة المناسبة رمزها B فيذهب الطالب إلى ننبع 5 ويضلل أسفل B كمان نلاحظ الآن دعونا ننتقل يا أبنائي إلى listening to نوع آخر أخذنا من listening one نموذجين سنرى الآن كيف نتغلب على صعوبة listening to في listening to يا أبنائي تأتيكم فقرة تتكلم عن موضوع معين وعليها خمسة أسئلة المعلم لن يتوقف سيقرأ الفقرة كاملة أنت عليك أن تسبق المعلم في قراءة الأسئلة وتحديد بعض الكلمات المفتاحية لماذا نحدد كلمات مفتاحية أبنائي لأن الإجابة تكون مرتبطة مع تلك الكلمات مثلا that searches عندما الطالب ينتبه لهذه سيستمع إلى الإجابة بسهولة هنا أيضا عندما يستمع إلى سيرجي بن سيعرف أن الإجابة قريبة منه وسيعرف عندما كانوا طلب في أي جامعة هنا من هذه الجامعة الثلاثة أيضا عندما يسمع سيستمع إلى الإجابة أيضا عندما يسمع سيستمع إلى الإجابة أيضا عندما يستمع إلى هذا الرقم سيستمع إلى أيضا الإجابة فدعونا الآن نستمع وسنجد أن الإجابة سهلة جدا وفي متناول الجميع سيستمع 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 listening 3 you are going to hear a text about google listen and for each item shade in the bubble next to the correct option now listening 3 you are going to hear a text about google listen and for each item shade in the bubble next to the correct option now listen for the first time and complete the task google a search engines is a very popular program that searches the internet finds web pages for the user based on the keywords that you write it was invented by larry page and sergey brin in 1995 larry page and sergey brin went to stanford university to study went to stanford university so the name of them was a teacher in this gym stanford university so the answer is clear okay when we hear the answer is clear when we hear the answer is clear we will listen to it so that we are aware of the answer is clear next they began working on google they didn't have enough money so they didn't have new computers they didn't have enough money so they didn't have new computers and they didn't have new computers next they began working on google they didn't have enough money so they didn't have new computers instead they used cheap and borrowed ones to build a server network so they didn't have new computers so they didn't have new computers they tried to record their search engine but no one helped them they decided to keep google improve it more and take it to the public themselves after more developments google finally became very popular and sun microsystems company gave them one hundred thousand dollars to start one hundred thousand dollars god if we have the count of 1000 this is 10K this is 100K 100k so that's the answer is 100,000 one hundred thousand dollar so that's a story when you take me more on 10K we see now google incorporated In September of 1998, Google Incorporated opened in Menlo Park, California and Google.com was answering more than 10,000 search questions every day. إذن كما أسلت يا ابني علينا بتحديد بعض الكلمات في كل سؤال مثلاً The Construction أو Ended In وسنستمع معها إلى الإجابة أيضاً سنستمع إلى Floors أو Consists Of وسنستمع إلى الإجابة هناك Capacity of 1054 فور نستمع فور هو هذا الرقم لازم تتأكدوا من هذا الرقم لمن مخصص للبيزيتر الزوار ولا الكنسيرز اللي هم العازفين تمام ولا الأوبيراز اللي ديروا الأوبيرا ولكن هنا Number 4 The Royal Opera House doesn't open إذن هنا لا تفتح في يوم معين ما هو هذا ذلك اليوم هنا أيضاً نستمع إلى Activities وأيضاً نستمع Students Add ونستمع Events ستأتي أدجاب بين Students و Events سنستمع إلى ذلك سنجده سهل جداً دعونا نستمع الآن Listening 4 You are going to hear a text about the Royal Opera House Muscat Listen and for each item shade in the bubble next to the correct option Now listen for the first time and complete the task The Royal Opera House Muscat is the first opera house in the Arabian Gulf region and in the Arabian Peninsula Sultan Qaboos ordered its construction in 2001 Construction work for the building began in 2007 and ended on Then 2007 started to start the opera house in the Arabian Gulf region and 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 in 2007 Sultan Qaboos ordered its construction in 2001 إذن هذا أوامر جال السلطان رحمه الله بإنشاء هذه الأبراة في ذلك العام ولكن وهذا بداية الأوامر هنا بداية تشييد هذا الصرح ولكن متى انتهى 2011 إذن هذه 2001 2007 إذن 2011 واضحة الإجابة تمام نسمع الحين فلور سنسمع معها الرقم The Royal Opera House is wonderful architecture which consists of 8 floors 8 floors إذن 8 floors إذن هذه تكوّل من ثمان أدوار أو طوابق وهضح الإجابة واضحة الإجابة 3 of them are underground and 5 above and can hold a maximum of 1,100 people It has a seating capacity of 850 for operas and about 1,050 for concerts The Opera House complex consists of a concert theater, a hall, and formal gardens, a cultural marketplace, restaurants, and an art center for musical productions The Royal Opera House opens from 20 past 8 till half past 5 from Saturday to Thursday From Saturday to Thursday معنى ذلك من السبت إلى الخميس معنى ذلك معنى ذلك الجمعة ما موجودة إذن الطالب هنا الإجابة ما سمح ولكن استطيع أن يشفها إنه من السبت إلى الخميس معنى ذلك الجمعة لا يشملها أي لا يفتح العبرة لا تفتح في هذا الجوم إذن الإجابة صح ما مباشرة ولكن على الطالب أن يعرفها بذكاءه من السبت إلى الخميس مع الطالب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تختار منها خمس ثلاث إضافية أنت من السياق تستطيع أن تعرف الكلمة المطلوبة تمام إذن ليست بالصعبة إذن هنا اكتيفيتز أنشطة انفينشنز اختراعات تيستي لذيذ حتى أنت أحيانا في كلمات تستبعدها تقول ليس لها علاقة بالموضوع بوبيوليشن معناها كثافة سكانية بولوشن تلوث دول أقلي قبيح جميل نقرأ الآن يا أبنائي وسنجد أن الإجابة سهلة جدا The Republic of Singapore إذن جمهورية سنغافورة is one of the most famous إذن سنغافورة هذا سنغافور عبارة عن ماذا هنا إذن هي إحدى أكيد الدول المشهورة في قارة آساين إيشا إذن معنى ذلك الإجابة هي countries فيذهب الطالب أمام ينتبه الطالب إلى الفراغ رقم الفراغ هنا فأنت تذهب إلى لا تروح حال رقم آخر وتضلل أسفل countries هكذا It has of about five million people إذن خمسة ملايين نسمة هذا عبارة عن ماذا أكيد الكثافة السكانية عندما ترى هذا الرقم إذن معنى population فتذهب إلى رقم الفراغ وهو two وهنا أيضا two لا تخطئ وتذهب وتضلل أسفل population تمام because Singapore is developed متطورة so many إذن شيء كثير so many إذن معنى ذلك بنحصل في الكلمة s إذن هنا activities فيها s inventions فيها s و countries خلاص اخترناها إذن معنى ذلك ولا activities ولا inventions معنى ذلك inventions هي الأقرب إلى التطور لأن الاختراعات هي التي تجعل الدولة متطورة إذن الطالب يحدد رمز الفراغ ويذهب إلى number three ويظلل أسفل invention لاحظتم من السياق تستطيع أن تعرف الإجابة أيضا هنا there are many places إذن هنا places خلاص الإجابة موجودة عدة أماكن ولكن هذه الأماكن تنقصها صفة دائما قبل الأسماء تأتي صفة إذن أين الصفة هنا الصفة هي tasty ما معقولة أماكن ذات مذاق أقلي أماكن قبيحة إذن أكيد beautiful places there are many beautiful places فيضلل الطالب يحدد رقم الفراغ four يذهب إلى four هنا نلاحظ ويمشي حتى يصل إلى beautiful beautiful هي الإجابة تمام إذن انتهينا من places to visit in Singapore like penguin world land marina or marine life park and marina bay you can do so many إذن إذن شيء عديد معناه في s إذن هذه اخترناها وهذا اخترناها باقي activities أكيد هي الأنشطة there وعطي لك أمثلة عليها swimming عبارة من الأنشطة لأن قال like like معناها مثل أو such as هاي يجبك such as swimming canoing car racing and camping هذا كلها أكيد أنشطة الطالب يذهب إلى number five وحدد رقم الفراغ هنا تلاحظوه ويذهب إلى number five ويظل أسفل activities لاحظتم ذلك أنه سهل من خلال السياق أن تعرف الإجابة سنأخذ مثال آخر على السريع إذن هنا يا أبنائي كذلك لدينا نفس الفقرة خمسة فراغات ولكل الفراغ رقم ولديكم ثمان كلمات نحتاج إلى خمس وثمان إضافية نقرأ الآن وطبعا كوكلي هذه أدفيرب كوكلي يعني بسرعة سهل وسائل المواصلات سلولي ببطئ أنيمالز هنا نفس شيء نفس كوكلي يعتبر أدفيرب أنيمالز حيوانات وورد العالم نقرأ الآن ونشوف أن السياق يجعل الإجابات سهلة جدا إذا هنا أول تلميح لك أنه هو يتحدث عن الناس في الماضي استخدموا شيء وعطاك أمثلة على هذا الشيء يعني كاملز ورقم السؤال إذا هذه كاملز والهورس عبارة عن ماذا هنا أكيد عن حيوانات إذا يذهب الطالب ويحدد رمز ورقم السؤال وهو ويذهب إلى ويبحث عن أنيمالز ويظل تحت أسفل أنيمالز إذن معنى ذلك إن باس بيبول يوز أنيمالز مثل كاملز ويوز لترافل من أحد مكان للأخر لذلك الحياة كيف ستكون الحياة أكيد هناك صفة للحياة أكيد لم تكن إيزي مدام نحن نسافر على حيوانات إذن معناها ديفيكال فمعنى ذلك رقم الفراغ ويبحث عن ديفيكال واضح إنه ديفيكال Therefore Life was more difficult than it is today Nowadays people have إذن الحين في وقت الحاضر People have different means means هنا معناها وسائل المواصلات means of إذن لدينا معنى إيش أنواع من ماذا أكيد وسائل المواصلات that help them to get to everywhere they want معنى ذلك عشان نذهب إلى أي مكان ريد أكيد وسائل المواصلات إذن number three ها هو الفراغ number three نذهب إلى number three معناها transportation واختصار transport تمام that help them to get to wherever they want for example they can get to work إذن يستطيعون الوصول إلى واضح إذن رقم الفراغ four فيذهب الطالب إلى four ويظل الأسفل quick لهنا في هذا المكان ويوصل الطالب القراءة طبعا عندما الطالب يفهم الفقرة سيجد الإجابات سهلة people also can reach other countries in the إذن يمكن للناس أيضا أن يصلوا الدول الأخرى هذه الدول الأخرى ما موجودة قربك أكيد موجودة في أماكن بعيدة في العالم في وقت قصير إذن معنى ذلك in the world إذن يبحث عن يمشي حتى يصل إلى آخر شيء in the world إذن أخذنا مثالين على وننتقل الآن إلى أخذنا على وليس أخذنا مثالين على ننتقل الآن إلى الجرامر إذن نبدأ يا أبناء بالجرامر الجرامر تأتيك خمس جمل هذه الجمل الفراغات فيها تحتاج منك أن تكملها بكلمات معينة تتعلق بالقواعد وهذه الإجابة غير موجودة تأتي منك أنت يعني ما عندك خيارات لتختار منها أنت من خلال السياق تعرف الكلمة المطلوبة فخمس جمال ولكن هنا الاستاذ عوفي العوفي مجهز لكم أكثر من ذلك خمس وعشرين فقط لزيادة الفهم يعني أربع تضعاف إذن هنا نرى number one how old you إذن أنت عندما تخاطب شخص تستخدم state of verbs سنستخدم سنعرف الآن ما هي state of verbs طبعا سنأخذ الآن أنواع الأفعال أول نوع يا أبنائي يسميه action verbs action verbs هذه الأفعال حركية أي نتحرك فيها عندما نقوم بها سنعطي أمثلة عليها مثلا cook يعتبر فعل حركي clean يعتبر فعل حركي play عندما تلعب فعل حركي مثلا visit فعل حركي eat عندما تأكل فعل حركي wash هذا فعل حركي drive فعل حركي وهكذا وعندنا number two أفعال تسمى mental verbs أفعال ماذا عقلية يعني يعني تحدث في العقل مثلا want فعل عقلي like لما تحب شيء في العقل فعل عقلي wish لما ترى في شيء فعل عقلي hate cure فعل عقلي مثلا love فعل عقلي تمام prefer لما تفضل شيء فعل عقلي تمام remember تذكر تذكر المضارع وال was وال where في الماضي إذن am الماضي منها was و is الماضي منها was و are الماضي منها where تمام وكذلك لدينا has have أيضا هذا أفعال حالة والماضي منها أبنائي had يعني has الماضي منها had و have الماضي منها had هذا النوع الثالث النوع الرابع يا شباب يصنع helping birds أفعال مساعدة إيش هي أفعال مساعدة هي is أول شيء am و is و are هذا أفعال مساعدة و في الماضي was و where وكذلك has و have والماضي منه had هذا لا عرفناهن أفعال حالة تمام كيف يعني نستخدمهن أفعال حالة نتبه يا ابنائي متى نستخدمهن أفعال حالة am is و are هذا لما نذكر حالة الشخص أو حالة الشيء لما أنت تدخل عن نفسك I am happy أنت هنا تذكر حالتك أو تقول he is at home لما تذكر location من أي شخص أو إذن يعتبر أيضا حالة أو she is smart لما تقول هي ذكية معناها تذكر حالتها they مثلا they are they are they are old لما تقول هم كبار في السن معنا ذلك تذكر حالتهم they مثلا they are kind هم طيبين أيضا لما تذكر أطباع الناس أو مثلا شخص تعرفنا عليه he is my friend إذن علاقتك بهذا الشخص he is my friend لاحظوا إنه هنا نستخدم لنذكر حالات نزين ماذا عن هذا هاب هنا هذا لما نذكر ما يمتلكه الناس والآخر مثلا تقول أنت لديك شيء تقول I have many books I have many books واضح I have many books كنت هنا تذكر أن لديك الكتب مثلا my mother has a car أمي لديها سيارة إذن ماذا تمتلكه أو my parents have children متى سنستخدم هنا was إذا كان الشخص متوفي أو إذا كنا نتكلم عن حالته في الماضي يعني I was happy لما تقول I was happy yesterday بعناك تذكر مشاعرك أمس أنا كنت أمس سعيدا أو مثلا هنا he is at home هنا he was at the cinema or he was he was at the zoo لما يستر مثلا تذكر location ما له في الماضي she was smart لما شخص متوفي تقول كان مسكيد ذكي أو هي كان ذكية أو الحين هي مثلا ما ذكية مثلا أو they were old يعني كانوا كبار في السن وتوفي مثلا شخص متوفي مثلا إذن نذكر هنا معلومات عنهم حالاتهم في الماضي أما هنا إذا كنت يا ابني تذكر استخدم هاد معنى ذلك أنك لو قلت I had mini box معنى ذلك أن الكتب الآن ليست لديك لو قلت my mother had a car معنى ذلك أن الأم باعت السيارة يعني كان لديها سيارة قبتها في الماضي حول هاد إلى هاد هنا أيضا my parents have children ربما كان لديهم أطفال معنى أن الوالدين ربما ليسوا على قيد الحياة أو أن الأطفال توفيوا مثلا معنى ذلك أن شيء الحيد ما موجود إذا استخدمت الماضي هذا الشيء هذا لا يمتلكه الشخص الآن عرفنا الحيد أفعال الفعل كيف مساعدة مساعدة يبنى تأتي لتساعد هذه أفعال أخرى يعني أعطيكم مثال I I am eating now أنا أأكل الآن إذن هنا I'm جاءت لتساعد الفعل المستمر eating she is studying at the moment يعني نستخدمها في المضارع المستمر كيف نستخدمها نستخدمها لكي تكون أفعال مساعدة أي تأتي لتساعد هذا الفعل المستمر آآ we are playing football now تمام الآن الآن نحن مستمرين في لعب كرة قدم إذن لاحظت آآ قال تساعد هذا الفعل أما هذا نستخدمها هذا وطبعا متى نستخدم زين واز وير إذا كان الاستمرار في الماضي يعني لما تقول أنا كنت أكل معناها في الماضي كنت أكل مستمر في العكل وليس الآن معناها هي ليست تذاكر الآن غير مستمر الآن ولكن في الماضي بتقول ولن نستخدم العزمنا هذه We were playing football واستخدمت معنا ذلك أنا كنت مستمر في اللعب أو نحن كنا مستمرين في اللعب في الماضي وليس الآن هنا هذا نستخدمها يا شباب في present perfect كيف مثلا she has eaten some fish لاحظتوا إذن هنا has جاءت لتساعد الفعل الثلاثي في present perfect تمام أو they have played football معنا ذلك جاءت هنا have لتساعد الفعل الثلاثي بيرب سري سميه باس بارتسيبول تمام إذن هنا أفعال مساعدة هل هناك أفعال أخرى نعم هناك رقم number five سميه شباب model verbs أفعال ناقصة مثل do who does who don't who doesn't هذا في المضارع أما في الماضي did who didn't وطبعا لسوء الحظ أن الأفعال بعد هذه الأفعال المداز الأفعال الناقصة تأتي مصدر infinitive مثال على ذلك I ate a burger yesterday but I didn't eat pizza شفتوا كيف ليش هنا استاذ كتبتها eat في الماضي وهنا ما كتبتها eat كتبتها eat كتبتها eat لأنها صارت مصدر ليش صارت مصدر مصدر يعني بدون من غيرها ولا نضيفلها حروف غير يعني لا نضيفل ING ولا ED ولا S ولا غير ذلك هنا يا أبنائي بسبب أن did تعتبر model فتحول الفعل إلى مصدر هنا مثال آخر she likes English ما but she doesn't sorry she doesn't هنا في المضارع like مثلا chemistry chemistry أو مثلا physics ما تحب الفيزياء ليش نفسها كتبتها likes زي s وهنا ما سويت الاس لأنه دخل doesn't doesn't تجعلها مصدر تمام اذا هذه تسمى model verbs شيء بعد وغيره نعم هناك نوع سادس تسمى model auxiliary verbs هنا هي أفعال مساعدة وكذلك ناقصة ايش هي هي شباب should shouldn't وطبعا استخداماتها تختلف should shouldn't للنص need to ought to أيضا للنص لتقديم النص هنا للنص هنا لشيء ضروري عن نص انه شيء هذا ضروري ought لشيء مرغوب ومقبول لما نرغب في شيء تمام ومص طبعا للإلزام ومص للتحريم لما نحرم على شخص وكان للقدرة وكانت لعدم القدرة وأيضا للإذن لها استخدامات كثيرة لا يسعرون المجال لذكرها وأيضا هابت لشيء إجباري أو لشيء يعني حتمي وشيء يعني مثل ما نقول يعني يجبرك أن تقوم به أنت مجبر أن تقوم به شيء يعني حتمي مثلا تقول I have to go home لما تقول I have to go home معنى ذلك أن ذهابك إلى المنزل شيء ضروري وملح الأشياء الملحة الملحة معنى ذلك شيء صاير في البيت يجبرك أن تذهب وأيضا شال وميت تمام ومي وميت نط وطبعا كل هذا يا شباب تعتبر يا أبنائي تعتبر يا أبنائي تسمى موضى الفعل بعدهن يأتي كذلك مصدر سنأخذ مثال مثلا I am ten years old تمام تبهوا السنة الجاية بتقول I will be eleven years old next year في السنة القادمة سأكون إذن إيش لاحظوا لاحظوا يا أبنائي أن I am تحولت إلى مصدر بسبب will فأصبحت be إذن معنى ذلك be هي المصدر ما هذه الأفعال اللي أخذناها اللي هي ماذا I am is are was where مصدر be صارت بسبب will مثلا مثال آخر she آ eats fish and she will eat chicken later إذن هي تأكل السمك and she will eat ليش ما قلنا إيث لأن will هذا المدل أكذر الرب حول لت الفعل إلى مصدر إذن هذه الأفعال المدل verbs والمدل أجزر verbs تحول الأفعال إلى مصدر فانتبهونا هذا بالنسبة لأنواع الأفعال لأبنائي قلنا أفعال حركية أفعال عقلية أفعال حالة وهنا أربع أفعال مساعدة وهنا أفعال ناقصة تسمى أفعال ناقصة وهنا أفعال ناقصة ومساعدة إذن هذه أهم الأفعال يا أبنائي نرى الآن How old are you إذن هنا لما نسأل عن العمر نستخدم أحد تلك الأفعال وهي is ولا are ولا am إذا تسأل شخص تخاطبه إذن يا أبنائي الإجابة ستكون How old are you كم عمرك لاحظة حتى لما نذكر عمرنا نستخدم am إذن I am 15 years old إجابة إذن استخدمنا am لأنه هنا هو يجيب عن نفسه Is there milk نرحل أن milk اسم غير معدود فالأسماء غير معدودة المعدودة نستخدم قبلها إما أ وإما أن هذه الأسماء المعدودة كيف كيف ذلك كيف نستخدم أ ولا أن انتبهوا مثلا نقول أ كار لأنه كار لم تبدأ بحرف إلا ولكن نقول أنا أنا أ إذا لم يبدأ بحرف إلا ولكن نقول أن إج بدأت بحرف إلا مثلا أ أ أ عادي طابلة أ أ أ إن أ أو أ أ أ أ 對 إن نäs إز أن أمر إلا إذن بدأ بحرف علا ولاحظة أن هنا نقول أن آور لغا أن رغم أنها آور بدأت بالأتش ولكن على النقط ماشي هنا آور ما نقول هاور قول آور إذن هنا معنى ذلك يا أبنائي نستخدم آ وأن في هذا المجال إذن هنا ملك ما يمكن نسوي له لا آ ولا أن ما يمشي معه لا آ ولا أن تمام؟ إذن ماذا يمشي معه؟ يمشي معه يا شباب أن نستخدم صم لشاغ المعدودة عشان نذكر بعض الحليب إذن هل هناك بعض الحليب في الثلاغة؟ تمام؟ ولكن بما أن يا أبنائي هنا سؤال معنى ذلك هنا صم لا تأتي مع السؤال ولا مع النفي فنشيل هذه صم أنا تعمت أن أكتب صم عشان نبهكم أن هنا صم مع النفي والسؤال ما تمشي ممكن تقول I have some milk ولكن عندما نسأل أو ننفي نقول there isn't any milk إذن سنستخدم يا أبنائي any ونسأل أيضا نستخدم any is there any milk in the fridge؟ no there isn't لا لا يوجد تمام؟ إذن معنى ذلك هنا سنستخدم any للنفي والسؤال لنا doing إذن هنا نلاحظ يا أبنائي الفعل مستمر فلذلك خبرتكم نحتاج إلى أم فعل مساعد أم في المضارع أو is ذكروهن أو are من زين؟ أو إنا نستخدم أن نحتاج في الماضي إلى was أو where يعني الاستمرار نريد نعرفه الآن أم الاستمرار كان في الماضي؟ إذا الآن بل نستخدم أحد هذه إذا الماضي هذه نشوفنا الحين now now معناها الآن إذن خلاص هذا ما نريده نريد هذا له الآن حيهما سنستخدم ليجب أن نعود إلى الفاعل الفاعل هنا لنا لنا معناها بنت وهذه البنت أكيد إنها مفرد تماما إذن لنا بنت مفرد معناها one إذن معناها بنستخدم يا أبنائي is وآمة نستخدمها لو هنا شفنا كلمة الضمير I لو شفنا I بيقول I am doing my homework زي لو شفنا شخصين بيقول لنا and لبنا إذا بنستخدم R لأنه صار بنتين لنا and lubna are doing their homework their homework now إذن هنا سنستخدم is لأنها لنا بنفسها I have been writing twenty minutes انتبه يا شباب ما معناه هنا القاعدة هنا يا أبنائي قاعدة present perfect continuous هذه القاعدة اسمها present perfect معرفة تطبق عليكم هذه القاعدة في الصف الثامن present perfect continuous كيف نصيغها يا أبنائي نصيغها أن نبدأ بالsubject تمام ثم إما هاز وإما هاب كيف يعني هاز أو هاب يعتمد على الفاعل يا أبنائي إذا كان الفاعل singular مفرد singular نستخدم هاز إذا كان بلولر أي جمع نستخدم هاب ثم بعد ذلك يأتي بين الفاعل ثابت هذا بين ثم ذيرب ثري لازم يكون الفاعل ثلاثي تصريف ثلاثي الباص بار تسبب ثم الأوبجيكت ثم الزمن التايم والتايم يا أبنائي نستخدم معه حاقتين إما فور وإما سنس أحد هذين هاتين كلمتين يأتي بعده وقت بنشوف الأمثلة إذن منقول لبناء هاز بين ستاديين طبعا هنا سوري إذن هاب بين إذن هنا بيجي فير بين سوري بيجي فير بين أي الفاعل المستمر إذن هنا فير بين سوري نوت فير بين سوري هاتين برزن بيرفكت تمام إذن لبناء هاز بين ستاديينج مثلاً فور أو إنجليش بنقول إنجليش فور سيكس أو فايف أورز نشوف كيف نمثل ذلك إذن بدأت لبناء بالمذاكرة قبل خمس ساعات استمرت في المذاكرة وإلى الآن هي تذاكر أو ربما انتهت قبل ثواني بسيطة ولكن هنا تعب وإعياء شديد واضح إذن هنا للأحداث التي أخذت فترة طويلة ومن وراء هذا العمل ربما خبرة وربما نتيجة تعب أو شيء مثال آخر إذن معنى ذلك أنا ويمكن التصف الرابع في البيانو فنسوي نمبر فور يعني الصف الرابع بدأت أعزف على الجيتار ما معناها توجال سأعزف لا الخبرة نلاحظ أنها متواصلة إلى الآن ما معناها توجال سأعزف من ذيك السنوات بدون توقف لا فترات أعزف أعزف ولكن يرافق ذلك زيادة في الخبرة يعني خبرتي تزيد مع الوقت أحيانا يا أبناء نستخدم للأزمنة هذه لحطه إما سنس وإما فور لنبين الفترة التي استغرقتها هذه الأحداث فنستخدم يا شباب فور نستخدم معها بعدها number of time أي عدد من الزمن كيف عدد؟ نستخدم فور two years or two years نحن هنا سنتين عدد من السنوات فور three hours three hours لحطه for many years for a long time لحطه for مثلا two days for six hours لست ساعات for two weeks لحطه لحطه عدد من الأسابيع عدد من الشهور مثلا four six months وهكذا إذن نحظ هنا عدد من السنوات عدد من الساعات عدد من السنوات كذلك فترة طويلة two days عدد من الأيام six hours تمام ست ساعات two weeks اسبوعين six months ستة أشهر إذن هنا معنى ذلك نستخدم four لما نذكر أزمنا وكمية من الزمن أما since يا أبنائي يتبعها specific time يعني وقت محدد كيف مثلا نقول since شوفوا الفرق هنا أنا كاتب نحظ وين هادت five hours لكن شوفوا five o'clock five o'clock five o'clock فرق بينه ولا ما شاء فرق فرق هنا الساعة بعينها يعني زمن ثابت الساعة الخامسة زمن ثابت وليس عدد ساعات لكن هنا عدد ساعات عدد ساعات يستخدم four أما الساعة الخامسة لا لما أقول أنا last year ما يستوي لأنه زمن منتهي ما يصلح من سوي last year ولا last month هذا منه منتهي خطأ تمام ولكن عندما أقول for two years أقول since هنا 2023 إذن لما أقول for one year يعني for one year بس ما كلها أصير هنا أنا أجيب السنة التي بدأت فيها مثلا العز 2023 أو since my childhood منذ طفولتي إذن أستقلم هنا لأن أذكر زمن بعيني بدأت فيها هذه الخبرة أو ممارسة هذا الحدث يعني بدأ منذ الطفولة الحدث يستمر معي وهكذا إذن مثلا since since رمضان كذا لم أذكر عدد شهور جب شهر رمضان المبارك بعيني كوقت لبداية الخبرة هذا فيما يتعلق بالpresent perfect continuous وقلنا نسيق هكذا بفاعل ثم has أو have ثم been ثم verbing أي لفعل طفلا ينجي ثم object مفرول به ثم time هذا time إما أن نبدأ before أو since تمام نشوف الحين اللي بعده إذن هنا نلاحظ عدد من الدقائق twenty minutes إذن معنى ذلك بما أن عدد من الزمن سنستخدم معه يا أبنائي four معنى ذلك أنا I have been writing for twenty minutes يعني قبل عشرين دقيقة بنقول الحين نحن الساعة هنتين معنى الساعة وحدة واربعين دقيقة نبادئ أكتب واحدة واربعين الحين أنا سسجلكم الساعة هنتين ظهر تمام حتى سمحت بالنوم إذن بادئ أنا ماذا الكتابة مستمر عشرين دقيقة إلى الآن إلى الحين أنا جالس أكتب يرافق ذلك التعب ربما تمام إذن هذا هو المضارع التام المستمر إذن هذا ثم اخترني هاب لأن آي يأتي بعدها هاب وليس هاب لو ليلة بنقول ليلة هاز بين لو ناصر بقول ناصر هاز بين تمام وبعد الفعل آي وطبعا هذي بين ثابتة رايد ل 20 من إذن هنا الآن سنأخذ هذه القاعدة يا أبنائي وهي تسمى البرزين بيرفكت يسمي بريزين بيرفكت المضارع التام كيف نصيرها هكذا يا أبنائي نصيرها يا أبنائي أن نبدأ بالسبجيكت بعد ذلك يتبعه إما هاز وإما هاب وقلنا يا أبنائي هاز للفاعل المفرد وهاب للفاعل جمع ثم يتبعها فيرب ثري التصريف الثالث باس بارتس بوت ثم يتبعها الأوبجيكت ما معنى ذلك نستخدمها يا أبنائي لنذكر تجارب في الحياة يعني إذا قمنا بتجربة في الحياة إذا خبرة في الحياة شمعي انتبهوا إذن معنى ذلك أيضا نستخدمها لما نذكر أشياء أنجزناها أو لم ننجزها سنبدأ بالخبرات لما تقول يا أبنائي هكذا طبعا لا نستخدم أزمينة منتهية أنت هنا تقصد عندك مقابلة شخصية وليسألوك هل أنت عندك خبرة في الطبخ أم لا تقول نعم خطعا تقول I cook everyday ما الفرق به لو قلت cook everyday هنا cook everyday مضارع بسيط قلنا للحادات والروتين في الحياة أنت ما رح تخبرهم عن روتينك في المقابلة الشخصية لا تريد تخبرهم عن تجربتك في الحياة أنك تجربت هذا وأنك من خلال ذلك لديك خبرة إذن هذا لا نستخدمه إطلاقا لما نذكر التجارب الحياتية أو مثلا she has played the piano أيضا ممكن أن نستخدم هنا for or since since twenty twenty إذن هي عزفت على البيانو منذ 2020 ربما الآن لا تعزف ولكن ماذا يوقع الآن you get the experience يا أبنائي وبناتي هنا الآن في الحاضر موجود the experience يعني هكذا ممكن مثله شيء بدأت تعمله في الماضي حتى لو توقف ولكن الآن باقي the experience الخبر الخبر experience now باقي عندك خبر يعني لو جبنالك بيانو سوف تعزف على البيانو لو جبنالك البيانو بتعزف على البيانو هذا بالنسبة للتجارب الحياتية أو مثلا I have eaten this snake meat before هنا إن قربت لما تقول أنا أكلت لحم ثعبان سابقا هنا تريد تبين أنك لديك ماذا ليس خبر تجربة أنك قربت هذا الشيء حتى دسأل بهذا السؤال فنقول have you ever eaten frogs يعني هل قالك قربت وأكلت لحم ضفادع أكل ضفادع يعني نقول لها قتنا هل قالك ولكن بالفصحة هل سبق لك في حياتك أن قربت هذا الشيء أو have you ever reading camels هل سبق وأن قربت يعني قالك ركبت جمال مثلا لمجرد أن نعرف هل قرب أم ما قرب الشخص هنقول have you ever مثلا drunk أي شيء نقول هل قربت وشربت مثلا فيزي هل سبق لك وشربت مشروب غازي مجرد الخبرات إذن هذا نسأل عن خبرات وعن تجارب هل قربت يعني هل قالك قربت هذا الشيء الاستخدام الثالث يا ابنائي لشيء أنجزناه وله نتيجة كيف يعني شيء منجز نحن نشوف الأشياء منجزة شيء هكذا يعني شخص قالك هكذا صديقك أو شخص ما قالك would you like a burger أنت مريت وحصلته في المطعم فهو يقولك would you like a burger طبعا هذا نستخدمها لنقدم عروض للآخرين ولكن بشكل مهذب ما تقوله will you like a burger أحسن تقوله would you like a burger طبعا هو ما يريد يزعلك بيوصل لك رسالة بشكل غير مباشر بيقولك thank you بيقولك thank you أول شيء thank you ما بيقولك أنا شبعان شو كيف الذكاء بيقولك I have just eating my breakfast أنا للتو تناولت إفطاري إيش النتيقة لريد وصلها شيء رريد يوصلك أنه not hungry not hungry أنه full ما معنى full بطنه ممتلئ شبعان يعني full شبعان تمام إذن هو قالك I have just لذلك مع الأشياء اللي أنجزناها نستخدم يا أبنائي إما بعمل علامة صح يعني إما نستخدم just أو already ممتلئ وممتلئ يا أبنائي شوف وين جيست already بين الفعل المساعد والفعل الثلاثي تقع بين هذا موقعها شفتها إذن نشوف already كيف نستخدمها نشوف الأم ماذا تقول للإبن أو للبنت أوكي آ كود يو كلين آ دا كيتشين بليز طبعا هنا يا أبنائي الأم تخاطب عاملة المنزل عاملة المنزل الأم هنا مهذبة لو أنها غير مهذبة ما بتقولها كود فلذلك عندما نطلب نحن أشياء من الآخرين نبدأ بكود وليس بكان ما نقوله كان يو كلين دا كيتشين هذا شيء غير مهذب عشان نكون مهذبين نقول كود يو كلين دا كيتشين بليز وعندما نقدم عروض يعني نعزم حد نحن نريد نساعده نبدأ بود إذن أيضا نفس شيء على العاملة أن تخاطب نفس شيء ربة المنزل صاحبة المنزل أيضا بشكل مهذب يعني تجيها تقولها هل تريدين شيء معين مثلا وديو لايك ميتو مثلا كلين دا يورو أو وديو لايك أغلاس أو أي شيء إذن عندما نقدم عروض بود وعندما نطلب أشياء بود تمام إذن ماذا ردت العاملة العاملة ردت يا أبناء I have already cleaned the kitchen مو الفرق يا شباب ما شيء فرق بينهن هذا عمل أنجز وهو تناول الإفطار وهنا عمل أنجز كذلك وهو تنظيف المطبخ ولكن هنا هذا الشخص استخدم already ولم يستخدم just أنه أنجز ذلك بدون أن يعرف أن شخص ما سيناقشه في الموضوع يعني ما كانت العاملة عاملة حسابها إن صاحبة المنزل بدأت تسألها عن التنظيف فتقول أنا خلاص already أنا خلاص يعني already قمت بذلك العمل أنجزته معنى ذلك أننا نستخدم كلنا just already مع الأعمال المنجزة نزيل لو أن العاملة لم تنجز ذلك سنعرف ذلك من خلال الفعل I haven't إذن نشوف haven't منفايز معنى ذلك أنها لم ماذا تنجز ذلك فمع عدم الإنجاز سنستخدم إما still أو yet still أو yet خلونا نخذ مثالين عليهم إذا أردت استخدم still راح نكمل الجملة I haven't cleaned the kitchen وبكتبها مرة ثانية I haven't cleaned the kitchen ليش؟ لأن كل واحدة لها موقع خاص كلهم مع الأشياء غير منجزة إذا أردت أن استخدم still يا أبنائي فموقعها هنا بعد الفاعل مباشرة فتأت نقول I still هنا موقعها still لشيء غير منجز كيف نعرف إنه غير منجز هذا من haven't لو منجز بنقول I have نفس هذا شوف هنا قالت I have إذن هنا هاب معنى أنجزته هنا I haven't لم أنجز ذلك العمل نزيل ويت يت يا أبناء تأتي نهاية اليوم هنا كما نرى إذن يت تأتي نهاية اليوم I haven't cleaned the kitchen yet إلى الآن يعني حتى الآن تمام إذن هنا مع العمل منجز استخدم just already هذا just already شفتوهن ومع الأشياء غير منجز still أو yet شفته موقعهن إذا سؤال أريد أسأل عن شيء منجز أم لا إلى الآن أستخدم فقط yet نشوف المثال have you washed the dishes yet هل غسلت الصحون حتى لا إذن هنا عندما نريد أن نستخدم يا أمنائي السؤال عن عمل أنجز أم لا نستخدم yet إذن هذا ما فولت علمان ربات البيوت عندما يخاطبا عاملة المنزل إذا كان تعرف تقيد اللغة الإنجليزية تمام إذن هذا بالنسبة يا أبنائي لل present وشفنا كيف نصيغه وشفنا وين موقع موقع موقعها يا أبنائي هنا ذا المكان أما هي موقعها هنا بعد الفاعل ويت موقعها هنا بعد المفعول بي علمهم نهاية الجمل تمام الآن نشوف يا أبنائي هنا هي أنا ذلك سننفي يا أبنائي إذن بنقول هي ولكن ننفي بهازنت أو هابنت ننفي بهازنت أو أبنائي أو هابنت أيها سنستخدم يا أبنائي هازنت أم هابنت أكيد سنستخدم أحد هذين الفعلين لذلك يجب أن نعود إلى الفاعل هنا هي مفرد إذن معنى ذلك هازنت سنستخدم هازنت وليس هابنت إذن هازنت هي هازنت ريد أبو قيت يعني لم تقرأ كتاب إلى الآن تمام إذن يتعلم أنه هنا بريزنت بيرفكت وليس بريزنت سيمبول لو بريزنت سيمبول بقول هي دازنت ريد أبو هي دازنت ريد أو هي دازنت ريد بوكس هي لا تقرأ كتب لما نذكر عادتنا لا تقرأ كتب ولكن هنا لم تنجز قراءة الكتاب إلى الآن إذن هنا نلاحظ يا شباب هنا IF الشرطية لو رأى ثعبان هو جواب الشرط واضح هنا جواب الشرط إذن هنا الجملة الشرطية وهنا جواب الشرط إذن جملة الشرطية نبدأ ها إذا إذا جس لو أنه نلاحظ أن الشباب هنا going to استخدام going to يا ابنائي للمستقبل next week يعني الآن سنأخذ قاعدة present continuous present continuous كيف نصيرها present continuous نصيرها يا ابنائي هكذا subject نبدأ بالفاعل plus helping verb هنا نحتاج إما am وإما is وإما are بعدين verb الفعل لازم نضيف لآيان plus بعد ذلك object أول استخدامات يا ابنائي أول استخدامات لما نقوم بعمل ما الآن الآن أم تنادي ابنتها يا فلان تعالي فاتقولها I'm sorry mom I am studying studying english now أنا ذكر english now how I am learning how I am doing بنخليها I'm doing my homework now معنى ذلك أن البنت قبل فترة في الباست يعني بقول قبل ساعة بادي الذاكر ومستمرة تذاكر هذه الفترة بطولها إلى الآن وإمها ناديها وسوف تواصل بعدها للمستقبل يعني بعدها نص ساعة إذن هذا هو المضارع المستمر نستخدمه عندما نرى أحداث تحدث الآن أمام عيوننا تمام للثاني يا شباب للأحداث المؤقتة مثلا ليلة is staying with her cousins this week لأن أتي بأزمنة منتهية بعد ذلك أن ليلة هنا إقامتها مع ابنته أو بنات عمات عمتها أو بنات عمها أو بنات خالها أو بنات خالاتها مؤقتة هذا الإسبوع فقط إذن للأعمال المؤقتة نستخدم المضارع المستمر ماذا أيضا نستخدمه للمستقبل كيف لشينا ويناء وخططنا نسويه في المستقبل بقول مثلا tomorrow I am going to visit my uncle أنا غدا سوف أزور عمي إذن معنى ذلك أن الزيارة خططة لها ولها نية مستقبلية وعمل ترتيبات لها الاتصال بالعم عم نقاية أزورك أو عم نقاية أزورك وهكذا إذن معنى هنا للأشياء المخططة تمام وهكذا صياغته إذن هذا هو بالنسبة للمضارع المستمر نرى الآن هنا we are going visit إذن معنى going to visit to visit هنا to السببية ليش هذا ما قلنا visiting مستحيل لأنه to أيضا تجعل الأفعال مصدر أفعال مصدر إذن to visit our uncle next week معنى نحن سوف نذهب أو سوف نزور عمنا الأسبوع القادم معنى ذلك متفقين ومخططين وناوين وابع لكن لو الحين قررنا مثلا سمعنا الأم قالت الأم قالت your uncle is ill or sick is sick معنى ذلك الحين أنا عرفت فما سأرد أنا speaker بي بيقول I will visit him this evening سوف أزوره هذا المساء ليش ما قال I am going to visit لأن هنا ما مخطط وما ناوي هنا ردة فعله الآن وليس مسبقا يعني ما عنده كان خبر إذن قراروا الآن عندما نقرر أن نقوم بشيء الآن نستخدم I will أما عندما نكون مقررين مسبقا نقول I am going to visit تمام لأنه مرتب ومنظم هذا الفرق تمام هنا نلاحظ Ali buy any burgers yesterday إذن للماضي نشوف كيف صياغة الماضية هنا قاعدة الباست symbol قاعدة الباست symbol كيف نصيغها نبدأ بالsubject ثم ثم verb to verb to بعدين object سهلة جدا نزيد ليش ما حطينا مفرد هنا الفاعل مهما كان نوعه ما يتغير ما نقول مثلا ليلة cooked the lunch yesterday كيف يعني بدأت طبقت في الماضي ما يهم نك استمرت أم لا ولا يربط ذلك علاقة بالحاضر يعني لا نتيجة ولا خبر ولا شيء ما نفكر بأي شيء هي طبقت وخلاص انتهى الموضوع هذا الماضي البسيط أحداث حدثت وانتهت واضح تمام إذن الآن نشوف كيف ننفي نبدأ بsubject plus didn't plus infinitive ايش معنا infinitive مصدق plus object نفس الجملة تبع ما نقول ليلة didn't hook the dinner last night ننفي أن تكون ليلة قامت بهذا العام البار حي أنها لم تطبخ العشال بارها كأنك غلطان استاذ كاتبلنا cook هنا لما غلطان ليش عب هنا cooked وهنا cook هنا cook مصدر لنما كاتبلك هنا مصدر infinitive بسبب يا أبنائي didn't هنا didn't قلنا هذا model verb فعل فعل نقص يجعل الفعل مصدر تمام إذن معنا ذلك هنا سننفي بديل زي لو بغينا نسأل نسأل يا شباب نفس شيء did plus subject plus infinitive plus object وعلى مستفام question mark السؤال did leila cook fish custardy هل طبقة ليلة سمك أمس إذن نفس شيء إن الساد كنت غلطان كيف يستر دي وحط لنا cook قلنا مصدر بسبب أيضا did did هنا model تجعل الفعل مصدر هذا بالنسبة يا أبنائي الماضي البسيط وما يكتلفوه من أشياء إذن هنا نلاحظ أنه yesterday هنا الفعل مصدر ما نقول boot أنت حتى لو سأل نفسك ليش هنا yesterday وهنا buy ما boot لأنه أكيد قاية أداة النفي didn't إذن علي didn't buy إذن أنت بذكائك بتعرفها أنه نستخدم هنا الماضي البسيط وليس يعني قاية أخرى إذن didn't buy تمام نرى الآن number 10 they have been لاحظ أن هنا يا أبنائي present perfect continuous معناها نطبق القاعدة هذا subject هذا been walking on the beach one hour إذن هنا نلاحظ عدد من الزمن قلنا مع عدد من الزمن عدد أيام عدد ساعات عدد شهور عدد سنوات فترة من الزمن استخدم معها فور يا أبنائي وليس سنس فور one hour لكن دوكات برلك one o'clock ساعة الواحدة one o'clock or one bm one o'clock سوري o'clock تمام معناها بنسوي قبلها يا أبنائي سنس one o'clock ليش لأن هنا حدد الساعة زمن بعيني أقول سنس one o'clock ولكن هنا ساعة واحدة عدد من الساعات ساعة واحدة فنقول four one hour I'm going read إذن هنا المضارع المستمر لما نستخدم موديل المستقبل إذن I'm going to read وهنا قلنا ليش ما نقول reading لأن قلنا تحول الفعل إلى مصدر يعني لا في ing ولا في ed ولا في s ولا شي إذن I'm going معنا ذلك أنا مخطط أني أقرع قصة غدا خلاص مستقرين هالقصة وجاهزة وباكر ناوي أن أقراها تمام the room is as old طبعا إذا أتتك يا أبنائي هكذا صفة وقبلها as إذن مثلا as beautiful إذن لازم بعدها as as big as as small يعني معم as يعني هو صغير كذا تمام مثال ليلة is as tall as care father ليلة طويلة كأبي يعني لما كنت شابه تمام في الشيء تمام إذن معنى ذلك هنا يا أبنائي the room is as cold as ice إذن الغرفة باردة كالثلج هنا أي أن برودها كبرودة الثلج my sister hasn't eaten هنا نلاحظ من السياق أن هنا يا أبنائي present perfect نفاعل plus has أو have plus verb three plus objects إذن my sister hasn't eaten here dinner إذن معنى ذلك هنا عمل لم ينجز أي أنها إلى الآن لم تأكل عشاءها إذن مدام الفراغ آخر شيء فلنا مع الشيء غير منجز إما أن نستخدم still أو yet لو أن هنا الفراغ بعد sister ما نقول my sister still hasn't eaten here dinner ولكن بما أن الفراغ نهاية الجملة معنى ذلك سنستخدم هنا yet واضح سنستخدم yet they won 2000 they would go on holiday لاحظ أن هنا جملة شرطية وهنا جواب الشرط إذن قلنا الجملة الشرطية يجب أن تبدأ ب if they won 2000 ريال لو أنهم فازوا ب2000 ريال they would go on holiday طبعا لا يتحقق جواب الشرط إلا إذا تحقق الشرط يعني لن يذهبوا في هذه الرحلة إلا إذا فازوا بذى المبلغ إذا فازوا ممكن تمام سالم has working إذن معنى ذلك يا أبنا نشوف هنا has هنا verbing معنى present perfect continuous معنى ذلك هنا بين واضح إنها بين كيف عرفتها واضحة من السياق أن هنا present perfect continuous وعلى present perfect continuous وذاكر هنا four ليش ما قال since لأن هنا نلاحظ عدد من الساعة two hours فنسوي قبلها four ولكن لو كانت بلنا two o'clock الساعة الثانية كذا two o'clock بنسوي since لأن أتانا بالساعة بعينها لكن لكن لأن سالم بدأ في الباص العمل أي قبل ساعتين في الباص ومستمر إلى الآن إلى ناو ماذا يرافق ذلك أكيد يرافقه التعب والعياء تمام وما زال يعني بعده ما مخلص يعني لا تنتظروا she is going visit إذن هنا أيضا قاعدة المضارع المستمر ولكن للمستقبل لأنه مكتوب next week الأسبوع القادم فمعنى ذلك she is going to visit going to دائما حفظها تأتي هكذا going to حفظها كذا دائما وبعد بعدت الفعل يكون مصدر I haven't taken my breakfast إذن هنا نلاحظ أنها قاعدة present perfect وأن العمل لم ينقذ يا أبنائي حتى الآن لو أن الفراغ هنا بنسوي still قلنا بعد I أو بعد الفعل ولكن الفراغ نهاية الجملة معنى ذلك هنا نشيت أي أنهم لم يأخذوا أو لم يتناولوا إفطارهم إلى الآن حتى الآن أو أنا لم أتناول إفطاري إلى الآن They to follow the rules of the road when driving إذن معنى ذلك يا أبنائي هنا سنستخدم هذه يا شباب إما should وإما must وإما have to أيهما سنستخدم هنا بما أنه هنا قواعد للعبة معينة إذن the rules of the rules of the road هنا قواعد لعبة معنى ذلك هنا إلزامي وإجبار وشيحتمي أن نستخدم ماذا ذلك فالأفضل they have to they have وطبعا to موجودة should لا يأتي بعد hatu must لا يأتي بعد hatu إذن واضح أن have to للإلزام يعني أنت أنت لها اللاعبون ملزمون باتباع قواعد أو السائقون أنتم ملزمون أيها السائقون باتباع قواعد ماذا طريق wind driving يعني عندما تقودون يعني الأمان إذن هنا شيء ملح جدا تمام سامي run as fast قلنا هنا as وبعدين صفة fast إذن as للتشبيه دائما طبعا هذا نستخدم أي أن سامي يركض كالحصان يعني سريع ما شاء الله واضح أن هنا have وبعدين been وهنا walking هنا present perfect continuous وهنا two hours ساعتين إذن مدام عدد من الساعات سنستخدم four أمل read a mysterious book put it from a bookshop هنا واضح أنه الفعل والمفعول به هنا ناقص الفاعل معنى ذلك من أمل فلذلك سندكر ضمير أمل أمل ضميرها طبعا شيء الآن سنشرح يا ابناء الضمائر السريع كيف يعني الضمائر يا أستاذ انتم يا شباب للضمائر مهم جدا شيء يا شباب اسمه subject pronounce ضمائر الفاعل وشيء object pronounce ضمائر مفعول به وشيء يا شباب اسمه possessive adjectives وهي صفات التملك نشوف المثال نشوف اش مثال نقول أنك أنت يا صديقي يو يو جيف مي يور بن كيف هو يو هذا تسمى يا ابنائي ضمير تسمى ضمير الفاعل مي ضمير المفعول به كيف أنا ما قلت I you give I لأن أنا هنا ما أعطي أنا مفعول به وهذا ما نسميها يور هي اسمها صفة التملك possessive objective نشوف لو العكس لو أنا اللي عطيت قلمي بقول I give you my bin لاحظت إذن هنا I أنا كفاعل أما هنا me أنا كمفعول به you أنت هنا كفاعل أما هنا you متشابهات الحظ أما هنا أنت you كمفعول به هنا قلم قلم أما هنا القلم لي يعني قلم my bin تمام نشوف لو أن هذا صار مع شخص نقول he give me his bin إذن he ضمير هو الأب أو الصديق كفاعل هنا me ضميري أنا كمفعول به وهنا قلم هو أي أن القلم له هذا الشخص هذا الصديق لو العكس I gave him my bin كمه يا أبنائي هنا هو كفاعل ضمير هنا هو كمفعول به ضمير هو him هنا قلم هنا قلم she gave me her bin هنا هي كفاعل ضمير ها she الأخت الأم الجدة she وهنا قلمها بنقول here يعني صفة التملك لو العكس لو أنا عاطنها قلم I gave here my bin إيش لاحظوا يا أبنائي أن she تحولت إلى here ليش لأن هنا here هي مفعول به مع طايا القلم أنا عاطنها القلم لتغير الضمير زي لو جمع بقول they gave me their bin أو their bins هم أعطوني أقلامهم إذن ضمير هم كفاعل they وأنا ضمير كمفعول به me وهذه أقلامهم لو العكس I gave them my bin أنا عطيتهم قلمي إذن ضميرهم كفاعل they هنا ضمير كمفعول به them تمام we gave you our bin أي نحن أعطيناكم أقلامنا our bin زي لو العكس بنقول you أنتم أنتم us your bin أنتم أعطيتمونا أقلامكم إذن we نحن كفاعل ضميرنا we نحن كمفعول به ضميرنا us نحن نحن نمتلك شيء نقول our our bin أنتم تملكون شيء نقول your bin هذه يا شباب هي subject pronouns object pronouns possessive adjectives على السريع طبعا عشان تفهموا إذن هنا when I'm read a mysterious book she bought it from a book shop إذن شيء هو ضميرها كفاعل ما نقول here نقول شيء إذن هي المشترية الكتاب she saw a she would run away إذن هنا أيضا جواب شرط نلاحظ إذن معنى ذلك نبدأ ب if دائما عندما ترون جملتين بينهم هذه الفاصلة القمع إذن هنا معنى لازم هنا جملة شرطية نبدأ فيها if تمام they eat in their breakfast yet لحظ هنا yet مدام فيها yet إذن عمل لم ينقز معنى ذلك إما hasn't وإما haven't هنا الفاعل جامع إذن نستخدم haven't وليس hasn't لو هنا ناصر hasn't my mother hasn't my father hasn't the cat hasn't ولكن هنا they haven't واضح إنه present perfect لحمل لم ينقز إلى الآن أي أنهم لم يأكلوا إفطارهم إلى الآن students have where إذن هنا have where uniform as school إذن ارتداء الزي المدرسي في المدرسة إقباري وإلزامي على جميع الطلاب إذن هنا نستخدم have to وليس must إذن بعد have يأتي to هنا where طبعا مصدر he has been playing games إذن هنا الفاعل وهنا has وbeen وver big هنا معنى ذلك هنا present perfect continuous وهنا 3 hours 3 ساعات عدد من الزمن فنقول poor دمام نشوف أمثلة أخرى he is as smart إذن هنا قلنا smart صفة وقبل as إذن هنا أيضا as إذن he is as smart as Einstein إذن هو لكي مثل Einstein there are books in the bag إذن there are mini books دعم للكثرة نقول there are mini books mini الكثير من الكتب لو aren't بنقول there aren't any books مع مع النفي من استخدم any وليس mini أو ممكن حتى نقول there are some books in the bag حتى some تركب يعني لو الطالب سوى some عن نفسي أيضا بعطيه صح تمام I have seen that film إذن هنا يا أبنائي نلاحظ هنا seen إذن I have that film إذن معنى ذلك ما نستخدم لشيء منقز هنا شيء منقز إذن I have just seen that film إذن just أو already إذن just صحيحة لو كتب طالب جهز صحيح لأن present perfect إذا كتب already أيضا صح إذن أنا خلاص مشاهد الفيلم يعني أريد أوصل له شيء هو يقول قوم نروح نشاهد الفيلم الفلاني فأقول sorry I have already seen that film خلاص أنا شاهدته سابقا يعني ما محتاج أشوف مرة ثانية they haven't cleaned their room إذن هنا لاحظ present perfect وعمل لم ينقز they haven't إذن معناها مدام الفراغ آخر شيء بأقول yet وليس still still لو هنا الفراغ بعد they children have go to school by the law in أمان إذن go to school by the law in أمان معنا ذلك هنا have to go إذن إلزام إجبار she has finished hair project إذن هنا لاحظوا إنها قالت المضارع التام she has وهنا عمل أنجز فهنا she has already أو just يعني إذا كتب just صح وإذا كتبت already صح كلهن صح لأن النفس المعنى وموقعهن طبعا بين has والفعل الثلاثي have you eaten frog legs no I have إذن have you دائما لما نسأل عن تجربة في الحياة نقول have you ever have you ever eaten يعني هل قالك أكلت أرجل الضفادع أرجل الضفدع إذن هل سبق لك أكلت أرجل الضفدع there isn't milk in the fridge طبعا قلنا isn't مع النفي ما نقول صم نقول any there isn't any milk إذن لا يوجد أي حليب في الثلاغة he go to see a doctor because he is sick إذن he go إذن هنا go مصدر إذن he go إذن he bought إذن معنى ذلك هنا he is sick نلاحظ هو مرير معناها ذهاب يعني ممكن إذا أردنا أن نعطي نصيحة يعني بس ما نلزم قل he should go عليه أن يذهب تمام إذا شيء ضروري he needs to go needs he needs لازم ضيها needs لازم he needs to go to see a doctor because he is sick أيضا حتى لو قلنا he has he has طبعا ما نسأل have has لأنه he has to go إذا كان الشيء ملح وإلزام أنا لو عن نفسي سأكتب جميع هذه الإجابات لأن هنا أيضا he is sick ربما الموقف يحتم أن يذهب ذهاب يعني ضروري جدا أو طبعا مصد لا لا ألزم يعني ولكن هنا هذا معنا الأمر ملح جدا هذا الأمر ملح جدا أن يذهب لأنه مريض إذا بقى من باب النص should إذا شيء ضروري needs to كل إجابات تحتمل ذلك maybe he travel to London next month maybe he إذن maybe he will travel to London لأنه هنا next month طبعا ليش أنا أستخدم هنا will ولا going to لأنه هنا ما متأكد لما تكون ما متأكد من شيء ما عندك دليل لأنها فيها maybe لحط maybe إذن معنى ذلك يعني كانك هكذا تقول يا شباب هكذا it it will rain this evening إن أنت ما متأكد ما لديك دليل إن ستمطر استخدم to لأنه ليس لديك دليل ولكن it is going to rain soon خ 吓 لدي دليل لذلك تسمع الرعد والبار وتشوف المطر يعني في الجبال قريب منك فأنت هنا عندك دليل واحتمال الأكيد أن المطر سينزل فهنا لا في المساء لا أعلم ما عنده دليل لا أصحاب لا شيء أو حتى شيء أصحاب ربما ما يطيح مطر لكن لا شيء دليل تسمع البرق وترى البرق وتسمع الرعد تمام إذن هنا معنى ذلك ما بي دللتنا على الإجابة أن هنا شيء ما متأكدين منه أنه بيسافر لندن ولا ما بيسافر العلم عند الله لكن نتوقع ذلك التوقع فقط التوقعات نستخدمه ناصر إذن هنا ناصر إذن أكيد ضميره وليس شيء He is very kind to me We have been living in نزوة إذن هنا مضارع تام مستمر وهنا سنة بعينها وليس على السنوات إذا سنستخدم يا ابناء السينس شرحتها هذه القاعدة سينس واضح She likes sweet desserts هنا dessert معنى صحاري ديرت يعني هذه التحلية اللي بعد الأكل تحلية تمام She معنى ذلك مدام هنا لأن هي أصلها She likes She likes ليش ما شيء أكيد سمقتها مدى الفيرب إذن معنى ذلك هنا عادة في عدم حبها للتحلية نهاية الأكل معنى إما don't وإما doesn't لأن هنا في المضارع البسيط للعادات نستخدم البرازد symbol تمام معنى ذلك سفناها في القاعدة ننفي be don't وbe doesn't إذن هنا سننفي be doesn't لأن مفرد تمام إذن she doesn't she doesn't she doesn't like نحن من شفنا like مصدر عرفنا نسمكتها مدى الفير I go to صلالة next summer إذن معنى ذلك هنا ليس شيء احتمال فقط إذن I will go تمام I will go to صلالة next summer لو الطالب كتب I am going to go هكذا I am كتب I am going to go I am going to عن نفسي بعطيصة لأنه ربما مخطط الرجال صح الصيف القادم ربما مخطط لأنه هو بنفسه لكن هنا إذا الطالب كتب will أيضا بعطيصة كتب لهذا بعطيصة تمام ربما إذا مخطط نفس شيء لأنه هنا ما شيء دليل على إنه مخطط 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 دائما هنا two weeks معنى ذلك فترة زمانية قضيتها إذن ماذا نستخدم هنا how long have you إذن لما نسأل عن فترة زمانية قضاها شخص ما في مكان معين إذن نقول how long how long have you stayed in London two weeks أحمد has been studying إذن هنا واضح أنها قاعدة المضارع التام المستمر present perfect continuous subject plus has or have plus been plus verbing هنا two hours ساعتين فنقول for two hours لأن عدد من الساعات have you studied your project إذن هنا نسأل عن عمل إن أنجز أم لا إذن قاعدة present perfect لأن بدت به تمام إذن معناها هنا سنضع yet لأن في السؤال نضع فيه فقط yet للسؤال still still لا تأتي في السؤال ونضعها آخر شيء I haven't I been to write إذن I haven't ماذا I haven't got أي ليس لدي هنا للامتلاك يا أبناء I haven't got I been to write ليس لدي قلم إذن هنا ما التمل لو عنده قلم بيقول I have got I been ما عندي قلم I haven't got I been Would you like هنا كيكس إذن دائما الجامع ما نسوي للا أ ولا أن مع الجامع هذا ممنوع غلط مع المفرد لاحظ هنا كيكس جامع فيها S إذن I Would you like some Would you like some كيكس You should باب النصر عليك أن ترتدي هذا القناع أمام الناس ولكن لاحظ أن هنا to معنى ذلك should لا تصلح هنا لا تصلح لأن should لا يتيب عنها to you should to لا مصد إذن مدام فيها to وهنا الزام you have to ونستخدم ما قلنا have to يا شباب لشيء ضروري وملح عشان نتجنب الأمراض ونجنب الآخرين الأمراض إذن معناها you have to قلنا لشيء ملح لشيء ملح جدا are you are your cats black no بما أن هن قطط السؤال عن القطط وبدأ بare لحظة are إذن الإجابة no هنا aren't إذن القطط ما هو ضمير هن أكيد ليس it لو قطة واحدة بقول yes they ضمير they yes they or no they aren't لو قطة واحدة بقول is your cat black فنقول no it isn't no it isn't لكن قطط هنا there are mangoes in the fridge there are ممكن نقول many mangoes ولكن أكثر شيء نقول some mangoes some لما نكون ما محددين العدد يعني ما نحس خلصنا عد كم حبة أنبة داخل الثلاقة فأقول هناك بعض المانجو في الثلاقة some mangoes she hasn't arrived إذن هنا نلاحظ present perfect وشيء لم ينقذ أي أن الوصول لم يحدث فنقول yet she hasn't arrived لنش ما قلنا haven't لأن هنا شيء مفرد do you have tests this week إذن do you have any tests بقول أي لأن السؤال do you have اختبارات هذا الأسبوع تمام إذن السؤال إذن بدأ مسؤال بقول أي my father had left the home إذن هنا present perfect has وهنا verb three معنى بين just أي أنه غادر المنزل للتو يعني قبل قليل يمكن تلحق عليه بعد يعني لو جار يسأل عنه وين أبو فأقول my father has just left the home أبي للتو قد غادر المنزل يعني قبل ثواني فمعنى أريد أصل لرسالة تلحق عليه بعد تواحي إذن هذا كان في grammar ننتقل الآن إلى grammar vocabular يعني هذا يختبرك في grammar وكذلك في vocabulary يعني أحيان تحص الفراغ في grammar وإحيان الفراغ في vocabulary هنا يا أبنائي نقرأ وذلك لكل فراغ يا أربع خيارات من خلال السياق تستطيع تعرف الإجابة بسهولة نشوف هنا Mount Bradbury is 8349 feet height هل ارتفاع هذا القبل it isn't the highest in the area إذن هذا the highest يقصد به من هل يقصد به القبل أم كيف كيف أم بلدن أم قصد أكيد يقصد به القبل تمام لأنه كاتبلك Mount Mount أي قبل مثلا Mount Everest Mount القبل أخضر قبل أخضر Mountain كون Mount هكذا تمام إذن هنا the highest mountain in the area في المنطقة but it is one of the difficult mountains إذن number two more ولا most ولا good نشوف شباب نشرح هذه القاعدة المقارنة والتفضيل الكمبارة بالسوبر التي نبدأ بالشورت adjectives تمام شوفوا يا شباب نقول مثلا A is أو are يعتمد هل هو مفرد أم جمع is or are ونقول is ونأتي للصفة ونضيف لها er وبعدين than b مثال على ذلك مثلا علي is taller than better فأحطه زين هذا بالنسبة للمقارنة للمفاضلة لو أن واحد اسمه are بنسوه is أو are بعدين the نازم the بعدين الصفة نضيف لها است بعدين type نوع وبعدين الأبناء إبليس كيف يعني ما نقول إنه راشد is the tallest ونشوف راشد لأي نوع ينتمي راشد ما نقول هل هو man هل هو boy هل هو student طالب ربما نقول طالب هل هو person شخص لازم نجيب نوعه بعدين المقارنة في أي مكان in the family في الأسرة هو يعني الأطول في الأسرة ولا في الكلاص ولا في school ولا في village ولا في عمان كلها ولا في العالم كله ما نعرف هكذا تمام نأتي للصفات الطويلة بنسو إيه إما is وإما are ف الحين صفة طويلة مثلا expensive صفة expensive هذه نحطوها طويلة فما ممكن نضيف لها er كما هنا يعني خطم كل expensive فنستبدأ er b more إذن more تمام وعدنا نضيف الصفة وبعدين than b نعطي مثال مثلا بم w cars are more comfortable than مثلا kaya cars وان بس يشكيو بمال سيارات الكاية تمام هو وكاية الكاية إذن معنا ذلك سيارات bmw أكثر راحة مريحة من سيارات الكاية فلا حطوا يا شباب more comfortable نزيد ريد أكثر سيارات مريحة مثلا بنقول مثلا فراري فراري cars are فهنا comfortable ما ممكن نضيف الها east فنقول are the most comfortable بعدين صنفها بالسيارات cars in فنقليها أمان ما لازم نقول in the world or in أفريكا or in إيشا وهكذا إذن أنت تقرر ذلك هذا بالنسبة لصفات المقارنة شو في أبنائي هنا إذن معناها ذا مدام موجودة ذا يا أبنائي إذن هنا مفاضلة لأن ليست مقارنة فلن المفاضلة مع الصفة الطويلة وهي difficult نستخدم most وليس مع المقارنة هنا لا يقول المقارنة هنا مفاضلة is one of the most difficult mountains to climb in the country جولاي الآن شهر يوليو the local rock climber grey bridge tried معناها حاول معنا ذلك يوليو المقبل أم الماضي أكيد الماضي لأنه هنا حاول معنا ما ما أقول في شهر يوليو القادم سوف لو مستقبل بقول معناها next july معنى ذلك الماضي بنقول last july واضح إنها last وليس next next لو في المستقبل try to become the second person to the top إذن ماذا يفعل to the top of mount bradbury إذن أكيد يقوم بعمل ما نشوف number four أكيد to climb يتسلق إلى القمة وليس يسقط إلى القمة كيف يسقط إلى القمة يعني شيء سقوط للأعلى القمة في الأعلى هذا الجبل إذن هنا تسلق إلى القمة هذا يسميها top أو peak أي يسميها peak تمام وصمت أيضا إذن يسميها summit وpeak وtop كله نفس المعنى تمام إذن to the top of the mountain إذن كنا climb تمام بريجز wasn't lucky إذن هنا محاولته للوصول أو للتسلق لها القمة شيء إيجابي أما إنه لم يكن محظوظا شيء سلبي فانظروا يا أبنائي إلى ذلك كيف يعني سلبي إيجابي يعني يا شباب I am smart and lucky أو I am smart and lucky okay I am smart and lucky أنا ذكي ومحظوظ تمام لكن I am smart but not but not مثلا أي صفة يعني I am smart but not نخليها لقي أنا ذكي ولكن أنا غير محظوظ مع ذلك أنا ذكي إيجابي غير محظوظ سلبي إذا كان إيجابي مع سلبي نسوي but إذا كان إيجابي مع إيجابي يعني صفة إيجابية smart ولقي صفة إيجابية إذن مع ذلك نسوي and إذن معنى ذلك نلاحظ أن هنا بنعمل but إذن شوف number 5 حي موجود but نعم موجود but هذه but إذن من سوي and لأن هنا نلاحظ شي سلبي إذن lucky إذن I am smart and lucky he didn't he didn't reach it هل 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 هنا لأنه نذكر الحالة state إذن إذن معنى ذلك نروح نشوف هل موجودة was نشوف was موجودة نعم was لا نختار where لأنه it هناك وهذا طبعا ما نحتاجها ولا هذا لأنه نحن نتحدث عن شي صار في الماضي إذن it was building grass wind he was going the mountain طبعا هو خلاص ما وصل القمة ولم يتحقق ذلك أكيد هو راجع أكيد للأسفل يعني هو نازل أسفل للجبل إذن معناها up ولا down هذا ما ينفع إذن down أكيد هو نازل من الجبل لأن النزول من الجبل أصعب لأنه فشل مدام فشل في الوصول معناه راجع breaks fill and broke arm لك سأعطي يا شباب صفة التملك possessive adjective معناها إذا كان ذراعه أكيد his هذا هذا مذكر وليس مؤنث لو مؤنث بنقول here arm ذراعها ولكن هذا breaks راجع إذن معنى ذلك بيكون ضمير ماذا his راجع ما لو ذراعه كيف هو ساقط بينكسر ذراعه أنا كيف هو ساقط بينكسرا أذرعنا نحن ما 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 يصير تمام ساقط لكي 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 عنده موبايل فون ساقط يعني موبايل فون وذ هم و ها فور هيرب إذن هو بالهاتف ماذا سيعمل بهذا الهاتف فول ولا سي ولا بريك ولا كلي ما بينظف بهاتف طبعا ولا بيكسر ولا بيرا أكيد بيتصل لطلاب المساعدة فور هيرب إذن هذا نموذج على الجرامر مقابل هنا مثال آخر لزيادة الفهم نقرأ ونرى الخيارات تستي هيلثي لازم يفهم طالب السياق لتبقى صحيا أو لنبقى صحيا وينيد تو ايت إذن هنا شيء يؤكل نشوف يا أبناء نمبر وان إذن لا تؤكل ميل كوك كيتشين لا نأكل مطبخ إذن ميل we should eat وليس هذا cook ما راكب كيف فعل ميل we should eat a meal واجبة three times a day ثلاث مرات اليوم we often go for the tasty end إذن شيء tasty إيجابي إذن يبحث عن شيء إيجاب لا علاقة بالمذاق الطيب إذن أكيد delicious نفس المعنى disgusting disgusting مقرف testless يعني عادي ما في مذاق bad سيء إذن أكيد شيء أيضا إيجابي نفس tasty tasty وأيضا delicious نفس المعنى food إذن معناها ذات مذاق أطعيم ذات مذاق the main goal of eating food is إذن هنا provide لحظ إنها infinity فنشوف number three إذن أكيد to لأن provide إذن هنا معناها is to provide إذن توفير أو إمداد الجسم provide the body with basic nutrients وهي المغذيات therefore لذلك we must eat إذن هذه الدايت معناها نظام غذائي هذا الدايت النظام غذائي إيش طفته أكيد balance متوازن balance متوازن وليس awful ولا horrible ولا bad كل هذا السلبيات هذا سلبية وهذا سلبية وهذا سلبية دائما هنا شيء يتعلق بالنظام الغذائي بالدايت لازم شيء إيجابي فهذه balance متوازن تمام healthy diet must contain different levels إذن لجب أن يحتوي على شيء of what nutrients إذن نشوف number five إذن سيلي ولا أقلي وأن سيلي ولا important إذن هذه سلبية وهذا سلبية وهذا سلبية إذن هذه الإيجابية important إذن معنى ذلك من السياق لحتاج كلمة إيجابية تتعلق بهذا الطعام it should have grains for carbohydrates and meats هذا protein إذن هنا six protein مويود إذن معنى هذا four protein تلك الأنواع التي أطعمها لهذا البروتين to get vitamins we need two fruits and we need two إذن هنا two يأتي بعدها الفعل مصدر لازم لأن هنا نلاحظ أن الفعل ناقص فنشوف number seven seven eats ما تنفعل أن فيها s ليست مصدر eating ما تنفعل فيها ing eat هذا في الماضي verb two إذن ما تصلح إذن eat here مصدر لأن two سبقتها إذن to eat fruits إذن شيء مشابه للفواكه أكيد number eight بيكون vegetables وفيها vitamins بيتامينات ليس fish ولا meat ولا chicken إذن لذن نظم نضمن ذلك شيء صحي ناين شيء صحي يا ابنائي إذن ingredients وهي المكونات هي العلاقة بذلك الصحية تمام a balanced diet away إذن a balanced diet هنا لاحظ away كأنه تعريف يا ابنائي معنى ذلك هنا diet مفرد فأكيد سنختار is إذن is فليس are تمام إذن هذا بالنسبة ل grammar vocabulary read في reading 1 يا أبنائي تأتيكم أربع جمل على جهة اليسار وهناك عدة جمل على جهة اليمين أنت تقرأ هنا وتحدد كلمات معينة وتحاول أن تجد هنا شيء له ارتباط وعلاقة بهذا الموضوع هنا يقول من إذريلي a very hot country إذن مثلا شوف أكيد له علاقة بالوذر بالطقس مثلا أو له علاقة بالcountry بالدولة نفسها بعمان فتبحث عن هذه الأشياء وتشوف مثلا during summer خلال فصل الصيف تمام فتشوف هنا ما يلها علاقة ما يلها علاقة بالأطفال هذه يمكن نقول indoor activities أنشطة داخل البيت during this weather خلال هذا إذن هذه ناسب مع ذلك it is good من الأفضل to have some indoor activities and to march بعض الأنشطة طبعا not outdoor indoor يعني داخل المنزل أو داخل صالة أو شي ليس في الخارج يعني ليس في العراق داخل داخل رمز طبعا C يكتب الطالب هنا C نشوف هنا عن أسماك القرش وهنا دين شي هنا شي هنا بنت ما لها علاقة بال الشارك however their main food إذن هنا there معناها طعام وهنا جامع وهنا جامع main food is fish طعام هذا أسماك القرش أسماك تونة أيضا أسماك تونة and dolphins معنى ذلك هذه هي الأنسب E فيكتب الطالب هنا E my mother's food is delicious إذن هذا يركز على الطالب طعام الأم لذيذ جدا شي هنا له علاقة بالطعام الأم يقرأ الطالب هنا ما علاقة باللاعبين هنا أطفال وهنا باقي هذا I feel hungry when I smell hair cooking شوف hair cooking أشعر بالجوع عندما أشم طبخها معنى ذلك العلاقة الطعام والطبخ إذن هنا F وأضحى إنها F دائما هناك علاقة وارتباط I like to play football with my friends إذن هنا F football وهنا طبعا مع أصدقائي نشوف الشيء لعلاقة بالفوت بول إذن هي أيضا outdoor game رياضة تمارس في العراء with two teams بفريقين of players هي هذا اللي ناسب هذه العبارة A فيكتب الطالب A تمام نشوف مثال آخر إذن هذا مثال آخر يا أبنائي نفس الطريقة هنا Diving نحظ أن هنا شيء له علاقة بالغوص isn't easy you must go through some training في تدريب مثلا في تدريب أن get a diving license أيضا تعصى على رقصة غوص driving license إذا شوفنا إيش العلاقة هنا I bake لأن خبير ما علاقة it is a good exercise ما راكبة هذه إذن هذه you have to learn to breathe هذه ممكن علاقة تتعلم جاية من تدريب من training to breathe underwater إذن تتنفس تحت الماء لها علاقة بالغوص probably using special equipment استخدام معدات خاصة إذن هذه علاقة بهذا الموضوع واضح فيكتب طالب رمز هذا الرمز الأمام اللي ناسب eating politely هنا موضوع جميل وهو التناول الطعام بشكل لطيف ومهذب يعني في نوع من الأدب in some countries في بعض الدول لازم دول هناك دولة is very important countries when tea is served عندما يقدم الشاي it is the end of the meal معناها نهاية خلاص يقولك شاي هنا توقف حتى لو اللقمة فيديك اترك اللقمة ولا تواصل لأكل إذن معنى 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 عادات الأكل معنى هنا عيد ميلاد بارتي حفلة حفلة عيد ميلاد شوف شيء لعلاقة هنا إذن هنا كعكة وردية وهنا شموع وأيضا أصدقاها وهدايا أكيد هذا لها حلاقة بالبارتي بهذه الحفلة اللي هي بارتي معنى ذلك هنا الطالب يكتب شفته لازم تحصل هناك علاقة وارتباط بين هذا الموضوع وهذا الموضوع جون معناها طباخ نشوف شيء العلاقة بالطبخ هذا ضمير جون يطبخ وقبات تقليدية إذن هذه العلاقة فيكتب الطالب ننتقل الآن إلى في يا أبنائي يأتيكم إيميل ونلاحظ أن هنا إيميل شكوى طلب شكوى ونلاحظ اللي كانت بينه أحمد تمام وعلى هذا السؤال هناك خمسة أسئلة أو ستة أسئلة بالأحرى إذن لكي نعرف هذه الأسئلة يجب أن نعرف ما هي الWH فأول إذا رأيت مكتوب لك بداية السؤال هو فمعنى ذلك أن السؤال يسألك عن شخص أو أشخاص يعني هنا هو معناها بيرسونز أشخاص إذا رأيت وقت ومعنى ذلك هذا السؤال يسألك عن أشياء أو شيء واحد إذا شفت يا شباب where معنى ذلك يسألك عن place عن مكان إذا رأيت وين فالسؤال يسألك عن time عن زمن إذا رأيت why فالسؤال يسألك عن reason عن السبب عظوهن إذا رأيت which فالسؤال يسألك عن خيار choice choice تمام إذا رأيت how يسألك عن الطريقة أيضا عن state الحالة كيف كانت حالتهم يعني أو كيف كان حالة الطعام مثلا يقول كيف كان الطعام مثلا delicious أو شيء أما إذا رأيت سؤال يسألك how many فمعنى ذلك يسألك عن number عن عدد لازم تدور له عن عدد أما how much ربما يسألك عن سعر price سعر how أيضا how much عن quantity كمية تمام وإحيان يسألك عن how much time how much time كمية من الزمن المعين أما how old يسألك عن egg عن العمر أما how long يسألك عن duration فترة زمنية قضاها شخص أو فترة زمنية صار فيها شيء يعني فترة من الزمن أما how far يسألك عن distance عن المسافة بين شيئين تمام وهكذا أو how tall how tall يسألك عن height ارتفاع شيء رأسي تمام إذن هذا مجمل ال WH questions يجب أن تتبع عشان تعرف عندما تقرأ تبحث عن أي معلومة هل عن شخص هل عن شيء هل عن مكان هل عن زمان هل عن سبب هل عن خيار هل عن طريقة هل عن عدد هل عن سعر هل عن كمية من الوقت هل عن عمر شخص هل المدة زمنية وهكذا إذن هذه الأشياء لازم تحفظوها أيضا يا ابناء تحددوا كلمات مفتاحية في كل سؤال مثلا when did the family visit the restaurant إذن الفعل visit our family our restaurant توديك عن الإجابة نقرب يا شباب نشوف هل بنحصل تمام نشوف the family at the restaurant تمام إذن I'm writing to complain about a meal we had in your restaurant yesterday إذن هذه الإجابة معناهم مدام تناولناها في مطعمكم أمس معنا ذلك زاروا المطعم أمس فيكتب الطالب هنا yesterday هذه العبارة هذه الإجابة yesterday فقط تكتبها فقط هي تمام نشوف السؤال بعده how long كنا how long تسألك عن فترة زمنية how long did the family wait before the found a table إذن نبحث عن wait أو كلمة table ونشوف كم انتظروا حتى يقلوا طاولة إذن ندور table تمام هذه table تمام when we arrived there were no free table and we had to wait هذه يا ابناء wait وهذه شباب الفترة الزمنية four forty five minutes وهذا التابل موجودة إذن معنى ذلك ابناء هذا الطالب يكتب four forty five minutes لاحظتم كلمات مفتاحية سهلا عليك الحصول على الإجابة how many قلنا تسأل عن عدد عدد ماذا dishes ان الطالب يبحث عن الأطباق ماذا does the menu have وأيضا menu يدور كلمة menu ويشوف في القائمة كم طبق نشوف يا شباب وينها أكيد أنه بيكون بالترتيب إذن هذا المنو وهذه dishes وكاتب how many إذن هذا العدد فقط يكتب طالب هذا العدد شفت كيف سهولة بسرعة تحصل الإجابات what did the family order إذن وات تسأل عن شي إلا طلب طلبته الأسرة ونشوف من خلال كلام هذا يشتك ماذا أول شي the fish tasted awful معنى ذلك مذاق السمك كان مرعبا يعني مازين معنى ذلك هذا أول حق كتبه يكتب الطالب شي بعده ok the drinks we ordered معنى هم طلبوا مشروبات عصائي ربما إذن هذا هو الطلب الثاني ok شي بعده أيضا cold water هذا الشي الثالث ok نشوف شي بعده the salad إذن طلبوا أيضا صلطة إذن يكتب هذه الأشياء كلهم هناك ما شاعر غيره لأنه ذكرهم كلهم من من تقد تمام why was the salad tasteless نبحث طالب عن tasteless وكلنا why تسأل عن السبب نشوف tasteless ونشوف الصلد tasteless يعني ما في مذاق وين الصلد نشوف يا ابناء وين الصلطة الصلد هذا الصلد وهذا tasteless وكيد we didn't like it because no sauce was added to it ما مضي وفل له sauce إذن هذا هو السابق اللي خلاها عديمة المذاق الطالب فقط اكتب هذه الإجابة واضح حسري سؤال الأخير how many معناه طالب عدد how many times إذن يبحث الطالب عن times did the family visit the restaurant كم رزار المطعم سابقا نشوف يا يا أبنائي هذه تمام هي العادة when we have eaten in your restaurant five times هذه times وطبعا مدام أكلنا في مطعم وكذب خمس مرات معناه زرنا خمس مرات إذن هنا five الطالب يكتب هناك إما five بالحروف أو الأرقام تمام إذن نأخذ مثال آخر إذن هذا هو يا أبنائي reading مثال آخر على reading لديكم إيميل وعليه ستة أسئلة نشوف السؤال يبدأ به معنى ذلك يسأل عن شخص وهذا يبدأ به يسأل عن خياء يعني دولة معينة وهنا وقت يسأل عن شيء وهنا وير يسأل عن مكان وهنا هو أيضا يسأل عن شخص وهنا وقت يسأل عن شيء نشوف السؤال ونحدد في كلمة معينة هو إيميل تو إذن الإيميل هذا قدامنا تو إذن معناها تو موجه إلى من دائما الإيميل اللي كاتب إنه يكون آخر شيء إسمه إذن هذا ليس موجه إلى هدى وإنما فروم إذن بنشوف فروم هو إيميل فروم موجه إلى من اللي موجه له مونة إذن الطالب يكتب مونة أو تمونة تمام تأكد يا شعب هل تو أم فروم إذا فروم تروح لكاتب الإيميل إذن شوف هدى طبعا هدى 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 في أي دول من كلا بنحس وين هدى I am having a great time in كويت إذن يكتب الطالب كويت لنقول لك أي الدول فهذه الكويت دولة حتى لو يعني ما ما نتبه الطالب بنحصلها بسهولة ماذا نعرف كيف الطقس في الكويت في تلك الدولة نشوف الويدر طبعا ما قال لك كويت كنت ليش عشان لو قال لك كويت بتعرف الإقابة ما السؤال لقبل إذن هذا مرة أنا شفتها للصيطة من بعيد إذا شفتها إذن is hot and sunny فالطالب يكتب hot and sunny شفتوا الكلمات المفتاحية مهمة جدا where is huda now نبحث عن now ونشوف وين huda إذن right now the right now حتى الآن I'm sitting on the beach معناها on the beach يكتب الطالب on the beach هلخين هي جالسة تكتب الإيميل وكمبيوتر معها موجودة على l-beach drinking my favorite hot chocolate تمام سؤال بعد who is helping ali إذن يبحث طالب عن ali وhelping وSandfort هذا كلهن دورهن بتحصلهن يالله عسرية ساعدون إذن هذه Sandfort وهذه ali is trying to make Sandfort وهذه helping وموجودة إيش المم إذن بنقول ما ما يمم بنقول his mom أو mom اكتب mom فقط أو mother لو كتب طالب كذا mother أيضا إيجابته صحيحة لو كتب mother أيضا صح تمام ونشوف هنا six what type of food does who does dad like إذن dad like نشوف dad like إيش نوع الطعام ونشوف dad نبحث عن dad وين dad هذا mom موجودة هذه dad always has Italian food إذن هذه أبنائي أطعم الإيطالية Italian food هذا اللي يحبها تمام أما هذه I prefer Chinese food هذه اللي هودة تحبها ناكس النوع من writing يا أبنائي يسمى evaluative writing سنكتب الاسم هنا يسميه evaluative writing evaluative writing هنا أنت تقيم هذه العبارة عبارة قالها شخص ويجب أن تنسبها إلى القائل يعني ما تقول أنا قائل إنها تقول شخص ما قد قال هذه العبارة ثم بعد ذلك تعطي رأيك إذن هذا لدربكم عليه هو الشيء الأكاديمي لهذا الموضوع يسميه أكاديمي writing حسب مواصفات العيد إذن كيف نكتب حول هذا الموضوع يا أبنائي أولا المقدمة في المقدمة قلنا نبدأ بهذا العبارة فنقول someone إما نكتب mentioned أو نقول said شوف لك أين أسهل منك أسهل لك mentioned أو said that اختار أحده mentioned أو said that ثم نكتب هذه العبارة إما أن نكتبها كما هي أو أن نقوم بتغيير بعض الكلمات لتعطي نفس المعنى هنقول it is very بدل important ممكن نكتب important أنا أبعطي كلمات أكاديمية ممكن تكتب crucial أو beneficial بس beneficial أو fruitful تمام أو useful وهكذا كلمات كثيرة ولكن يكفيكم هل تختار واحدة منهم تمام to help بدل help يمكن تكتب support تعين تمام to support your parents جميل يعني موضوع جميل هنا أنا بدأت المقدمة هل انتهت لا أواصل العين رأيي فأقول I strongly إذا تتفق مع ذلك اكتب agree إذا لا تتفق اكتب disagree تمام إذن معنى ذلك نحن نتفق بأن شيء مهم أن تقوم أو يقوم الأطفال بمساعدة الوالدين تمام طبعا يقصد هنا الأطفال يعني الأولاد بشكل عام حتى لو كانوا في الثاني عشر إذن بنشيل ها disagree فقط كتبت عشان لو أنكم لا تتفقوا مع موضوع معين طبعا بعدين with هذه ما ما اسمها لها عدة مسميات يمكن تكتب statement سمها statement أيضا سمها idea أيضا سمها opinion أيضا سمها point of view وجهة النظر تمام وشكواصل 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 I believe that helping helping parents has many benefits ما تتكتب بيناتكتب advantage is لها بعض المنافع أو الإيقابيات فتبدأ بأول هذه المنافع فتقول first أما when children help their parents they will learn new things أو أو شيء self confidence and learn and new things إذن سيتعلمون الثقة بالنفس وكذلك ستلغنون أشياء أخرى الآن أريد أن أعطي مثال بداية الجملة فلما أعطي مثال بداية الجملة إما أن نبدأ before example أو for instance حاولوا تحفظوه لأن هذه كلمات أكاديمية خبرتكم كلمات أكاديمية كذا تعلمناه لما كنا نرس في بريطانيا عطونا هذه الأشياء الأكاديمية أن نستخدمهم في الكتابة تخلي كتابتك مقبولة خاصة في اختبارات تمام إذن هذا كأنه تدريب حالك للمستقبل فأنا باختار واحدة من for example فأقول when when girls help their mothers in the kitchen عندما البنات مثلا كسبيل كمثال عندما البنات يقومنا بالمساعدة للمهات in the kitchen ماذا سيحدث the girls will learn how to cook well كيف يقومنا بالمساعدة عندما الآن أريد أضيف كطالب معلومة أو مثال آخر أستخدم in addition كتبوهن هذا لجباب in addition هذا لإضافة فكرة أو لإضافة مثال أو furthermore أو moreover كتبوهن هذا مهمات أنت تنق واحدة منهن لا تستخدم مكثر من واحدة تستخدم الثانية في براقراف جديدة وهذا في براقراف جديدة ولكن معا لا فأنا أقول بالإضافة إلى boys will learn new things when they help their fathers on farms or at any work لم يساعدوا أباهم في الحقول مثلا في المزارع أو في أي عمل آخر بيتعلموا أشياء كثيرة هذا بالنسبة للفائدة أو المنفع الأولى إذن أنا الحين تحدثت عن المنفع الأولى أتحدث الآن عن المنفع الثانية فالمطلوب منكم أبنائي أن تتركوا سطر بينك البيوغراف والآخر إذن بين المقدمة والمنفع الأولى سطر وبين المنفع الأولى والمنفع الثاني تركوا سطر وتقول second يجب أن تكون منظمين وتركزوا على حاجة واحدة في كل حاجة إذن هنا بقول مثلا مثلا second when children help نحاول نغير نقول support their parents at home أنا في المنزل تمام the house works will be easy and fast عندما يقوم الأبناء أو الأطفال بمساعدة آبائهم في المنزل عمال منزل إذن the house works عمال منزل will be easy تكون سهلة وfast أوضح ذلك فأقول for instance cooking cleaning and washing will finish in a short time without مثلا بدون صعوبات without difficulties بدون أي صعوبات واضح يا أبناء تمام الآن إذا أردت أن أذكر شيء مخالف يعني بعض الناس اعتقادهم غير فأبدأ on the other hand on the other hand وعمل قم أو أقول however ولكن some children prefer sitting and watching TV instead of helping their parents تمام as a result واناتيجا لذارك they as a result they become overweight and have many diseases such as obesity and blood pressure ضغط الدم بيديهم السمنة وضغط الدم وربما أمراض أخرى تمام إذن هذا بالنسبة لشيء المخالف ثم الخاتمة فأقول to conclude I think that everybody or everyone need need sorry needs to help or give a hand give a hand to his parents in order to make the life easy funny and comfortable comfortable ليس comfortable comfortable تمام إذن هذا كان بالنسبة هذا الموضوع موضوع جميل هذا طبعا مطلوب ممكن ثمانية كلمة هذا فوق المئة العلم فوق المئة ما يريد يعني كتاب كثير مهم شي يكونوا منظمين وتركوا يا أبنائي سطر بين كل البراغراف والآخر وكل البراغراف تركزوا فيه فقط على منفعة واحدة فقط لا تشتتوا بالكم بذكر أكثر من منفعة إذن هذا كان على هذا النوع من الرايتنج ولكن سابقا كانت تأتي مجموعة الصور الآن لا تأتي صور لأن أحيانا الصور تكون غير مفهومة لدى الطلاب فتأتي هكذا سؤال يقول complete the following task write at least 60 words last week you had an interesting trip with your friends describe what happened إذن هذه قصة جميلة طبعا يا أبنائي لكي نكتب قصة يجب علينا أن نعرف أشياء مهمة في القصة أول حاجة يا شباب هي time لازم تبدع بوقت بزمن فتقول مثلا one day أو متعمل قمة أو هنا كاتبي لكم مثلا last week فتكتب last week فتكتب last week أو لو كتبت last weekend تمام أو last summer holiday أي زمن تكتبه تمام إذن هذا كل الأزم أي زمن تكتبه صح أو once a time وهكذا إذا بنخلي إحنا last week بما أنه موجود في القصة تمام إذن last week أيضا يا شباب لازم تكتب characters شخصيات من الشخصيات هنا بتقول مثلا my friends لأنه في السؤال قاب نجسة الأسرة الأصدقاء with your friends my friends and I أكيد أنت لازم تكون معهم أكيد لازم تكون عندهم الأصدقاء طبعا لا تكتب I and my friends أو I and my family الخطأ دائما تحط نفسك آخر شيء تقول my friends and I طبعا هنا شخصيات أحيانا تريد تقول مثلا my family and I إذا إذا كان إذا كان جملاك في الصف تقول my classmates and I طبعا أصدقاء غير عن زملائك في الصف الأصدقاء سمهم friends لكن زملائك في الصف سمهم classmates تمام الآن نشيل هذا بما أنه هنا مطلوب في السؤال أنت وأصدقائك هكذا ثم يا أبنائي نريد أن نعرف أين وقعت أحداث القصة المكان طبعا هذه الكاركتر سنشيلها خلاص الشخصيات تطرناهم أنت وأصدقائك تمام الآن البليس هنقول مثلا هل مكتوب هنا had an interesting trip with your friends ما محدد لك المكان أنت تختار مثلا تقول decided to go on a picnic حتى تقول مثلا in the desert في الصحراء أو on the beach ولا مثلا in the fun fair في حديقة الملاهي أو مثلا أين حديقة الملاهي أو in the park في الحديقة العامة ولا at the zoo طبعا ما نقول in the zoo in the zoo معناها الدخل داخل مع الأسود لا ما نقول in the zoo نقول at the zoo المهم أي مكان or in the woody حددوا الوادي اسم أو مثلا أي مكان إذن معنى ذلك أنت تختار شيء خلونا نشيل هذا ونخلي في الفن فير حديقة الملاهي تمام عشان يكون ممتع إذن نشيل هذا لكلهن إذن هكذا صار فبنشيل يا أبناء الإبليس خلاص المكان حددنا on go on a picnic in the fun fair وأيضا بعدين الام كيف يعني الام إيش الهدف من هذه الرحلة اام إيش الهدف بعدين بنمسحه in order to spend a nice time there ولا in order decay to discover the place إذا رايح شبين مول in order to buy to buy new things الشياء جديدة how in order to visit new friends أو relatives خلوها new relatives بس الأفضل نقول our relatives إذا كنت وهكذا إذن أي شيء المهم الام يكون موجود الام يكون موجود إذن هذا الام الهدف شفته هدف الرحلة إذن بنأخذ بنمسح هذا بنخله واحد تمام discover بنشله وغيره إذن هذا الهدف إذن الحين بدأت بالزمن ثم الشخصيات إذن هذا هو الزمن time وهذه هم الشخصيات وأيضا هذا هو المكان اللي هي in the fun fair اللي هي حديقة الملاهي وق وتبدأ على أحداث القصة قل وين we arrived there عندما وصلنا هناك we started to do many activities بعض الانشطة فتبدأ تذكر الانشطة طبعا أكيد الأشياء اللي سويتوها هتحط الشخصية مثلا we we ate ماذا أكلتو we played مثلا on the swings لعبنا على المرقيحات تمام أو إذا لعبتو شيء we played we played football تمام we we مثلا drunk مثلا orange juice ماذا أيضا سويتو we saw شيء شفتو we put we put شيء شريتو ما نعرف إشتريتو المهم الأحداث تحاولوا تنضمون في براقرافات ما كلهم تروح تصبوهم في براقراف واحد لا حاولوا تجزعوا ما قبل الغداء بعد براقراف ما بعد الغداء وهكذا إذا تحاولوا تجزعوهم مثلا منقول مثلا after lunch we went to the cinema نحن في السينما نقول سينما and watched a film تمام next I would give next كذا تقولوا next مثلا next ويش سويتو بعدين follow stop after that after that إيش بعدين سويتو مرة فهناك أفعال أنا باكتبها حالكم ممكن تكون معين فقط تضع قبلها الشخصية وبعدها المفهول به مثلا it blade إذا سبحت صوام نظفت المكان cleaned إذا شربت شيء أفعال كثيرة مثلا so إذا شفت شيء شخص أو مثلا ما سوينا بوت اشتريته أوكي شيء بعد أشياء كثيرة حال تحفظ الأفعال في الماضي كوكد إذا بنفسكم طبخته تمام إذا بنفسكم طبخته إذا عديت شيء إذا صنعت شيء مثلا ميك بيزا ميك كيك ميك كوفي تمام أشياء كثيرة ممكن تشوفها أيضا إذا شاهدت شيء ماذا بعد إذا هذه الأحداث ماشا مقدمة طبعا القصة ولا خاتم القصة دائما تبدأ بأحداث القصة إيش اللي سويت أيضا لذكر الشعور كو ومثلا وير فيري اكسايت أو فيري حبي أو فيري بليز بليز أيضا سعيدين وهكذا تمام تذكروا شعوركم وهكذا إذن هذه القصة تحتاج منكم تنظيم يا أبنائي بالأحداث اللي تذكرها أكيد أشياء ممتعة تمام تشوف إيش اللي صار سهل ما صعب ما تحاولوا يعني تخافوا لا تخافوا عنفسكم سبتين أو ثمانين كلمة ليست بالصعبة أهم شي تحفظوا يا شباب أفعال هذه الأفعال فقط تضع قبلها الفاعل كما نلاحظ هذا بنفض إيت شوف هذه إيت إيش بحط قبلها الفاعل مثلا وي أي نحن أو أنا والأصدقاء بغا تكتب وي أو ماي فرينز and آي إيت وتذكر إيش اللي أكلتو هذه إيت معناه بعدها ستذكر اللي أكلتو مثلا ميت and rice أكلنا لحم وحيش ولحم يعني تمام أو chicken and rice أو مثلا cakes أو vegetables أو fruits some fruits وهكذا blade يقول مثلا وي وهذه blade بعدها إيش الرياضة اللي لعبتوها وي blade مثلا bully ball طائرة swarm we swarm in the sea تحطوا we swarm in the sea واضح سهلة we swarm in the sea يعني فقط تحط الفاعل قبل الفعل والمفرول به cleaned مثلا we cleaned هذا طبعا cleaned وتقول ما لنضفتو the place إذا كنت الشاطئ تقول the beach ما فيها صعوبة يعني تركيب الجملة drunk إيش شربتو قولو وي وهذه drunk إيش شربتو some tea بعض الشاي شاهي so ماذا رأيتم we saw ما هذا so بعدها بتجيب اللي شفتو we show beautiful views مناظر بدل stunning stunning views we saw stunning views مناظر خلابة اكتشفتو شي تعلمتو شي انقبتو شخص ساعدتو مثلا we helped we helped a beard لما ساعدنا طاير which was in a tree trapped in a tree which was trapped or which was اي شي كان صار لهذا الطائر او حيوان مثلا وهكذا ايش اللي اشتريتو كل مثلا فلان my friend ليلى صديقتي ليلى my friend ليلى بوت ماذا اشترت مثلا some sweets اشترت بعض الحلويات انا اشتريت i bought some presents for my parents اشتريت هدايا لوالدي وهكذا اذا ليست ب شيء الصعب اذا هذا كان نهاية يا ابنائي درس اليوم اذا شكرا لكم وطبعا اذا اي طالب يريد هذه الملفات الاختبارات يتواصل بالواتساب على هذا الرقم فقط على الواتساب تمام لتصله الملفات سواء لهذا العام او للعام القادم الملفات موجودة او اي شرح او اي رابط للقناة اليوتيوب رجاء انشروا هذه المقاطع يعني الدروس تعليمية الرابط لاصدقائكم لاستفيدوا لا تكونوا عونا لهم لانهم بحاجة الى هذه الدروس شكرا لكم ابنائي على وقتكم نراكم على خير في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة